أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والله مستقبل على محمد وعالي محمد وعجل فرجهم ولعن أداهم ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين بداية نتقدم إلى ساحة القداسة إلى سيدنا ومولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أبيه الزكي الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والتي يوافق ذكراها هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول إمامنا العسكري عليه السلام كلمحة خاطفة عن حياته ولد في المدينة المنورة سنة إثنتين وثلاثين ومئتين يعني ميتين واثنين وثلاثين ولد في ربيع الآخر على المشهور في الثامن من ربيع الآخر وهناك قول أنه ولد في يوم الرابع من ربيع الآخر وقول آخر أنه ولد في يوم العاشر من ربيع الآخر عاش صلوات الله عليه تسعا وعشرين سنة يعني شباب راح شباب من هذه التسع وعشرين سنة كان منها ثلاث وعشرون سنة قضاها في كنفي أبيه أبي الحسن الإمام الهادي صلوات الله عليه وعاش بعده ست سنين ومعنى ذلك أن إمامته دامت ست سنين وهي أقصر مدة إماما لأحد من الأئمة المعصومين صلوات الله عليه كما هو المعتاد بالنسبة إلى أئمتنا عليهم السلام أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا دائما يعانون من طغات عصورهم فلاقى إمامنا صلوات الله عليه ما لاقاه من طغات عصره من السجن والاعتقال حبس أكثر من مرة حبس أولا في عهد الطاغية المستعين العباسي لعنه الله ثم في عهد الطاغية المعتز العباسي ثم في عهد الطاغية المهتد العباسي وكذا حبس في عهد الطاغية المعتمد العباسي يعني أربع طغات أربع اعتقالات على الأقل وهذا الطاغية الأخير المعتمد العباسي هو الذي سمى الإمام صلوات الله عليه أما بالنسبة إلى عهد المستعين العباسي لعنه الله فعلينا أن نلاحظ أنه هذا الرجل هذا الطاغية الحاكم العباسي كان شرسا جدا تجاه شيعة أهل البيت صلوات الله عليه حتى أنه كان يتوحد باستئصال الشيعة تماما من جديد الأرض هكذا تقول الرواية أي أنه كان يريد البدء بحرب تطهير طائفي للشيعة تقول الرواية التي رواها المسعودي المؤرخ الشهير في كتابه إثبات الوصية تقول لما هم المستعين في أمر أبي محمد عليه السلام يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه لما هم المستعين في أمر أبي محمد عليه السلام بما هم يعني أراد قتل الإمام بعد حبسه للإمام أراد أن يبدأ بقتل الإمام ولأنه يعلم بأنه إذا قتل الإمام صلوات الله عليه فإن الشيعة سيثورون فتوعدهم كذلك بأن يستأصلهم كانت هذه خطته قتل الإمام ثم البدء بحرب تطهير طائفية هكذا فتقول الرواية لما هم المستعين في أمر أبي محمد عليه السلام بما هم وأمر سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة هذا واحد كان من جلاوزة الطاغية المستعين وهذا أول اعتقال كان لإمامنا العسكري صلوات الله عليه قال وَأَمَرَ سَعِيدَ الْحَاجِبِ بِحَمْلِهِ إِلَى الْكُوفَةِ وَأَنْ يُحْدِثَ فِي الطَّرِيقِ حَادِثَةً يعني في الطريق أمر حاجبه هذا بأنه إنت أحدث بأبي محمد حادثة ما حتى يروح ونرتاح منه يقول لما هم المستعين بهذا انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم وكان بعد مضي أبي الحسن عليه السلام بأقل من خمس سنين كان هذا الأمر الاعتقال الأول بعد مضي الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه بأقل من خمس سنين فكتب إليه محمد بن عبد الله والهيثم بن سبابه اثنان من الشيعة كتبا إلى الإمام العسكري عليه السلام هذا الكتاب قد بلغنا جعلنا الله في داك خبر أقلقنا وغمنا وبلغ منا بس هذا وصلنا خبر أنه السلطة العباسية تعتزم قتلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الخبر أقلقنا وغمنا من الغم وبلغ منا يعني بلغ منا كل القلق والغضب والتفجع أو الخشي عليك تقول الرواية فوقع عليه السلام وقع على كتابهم الذي رفعوه إليه بعد ثلاثة يأتيكم الفرج بعد ثلاثة أيام يأتيكم الفرج ما الذي جرى؟ قبل أن نكمل الرواية لاحظوا مسألة في هذه العهود التي كان يعيشها الإمام العسكري عليه السلام الدولة العباسية بشكل عام كانت قد أصبحت دولة ضعيفة في بنيانها الداخلي كثرت فيها الإنقلابات الداخلية من نفس بني العباس بني العباس أنفسهم كانوا ينقلبون على بعضهم بعضا بالاستعانة بالجند والجند الذين كانت لهم في تلك الفترة سطوة وقوة كانوا هم الجنود الأتراك فالأتراك كانوا يمثلون العمود الفقري للدولة العباسية وقوتها العسكرية فالشخصية العباسية التي كانت تتحالف مع هذا العمود الفقري كانت تتحالف مع الجنود الأتراك كانت هي التي تتغلب هي التي تصبح خليفة أو تصبح حاكما والأتراك من جانبهم كانوا أيضا لا يأبون هذه التحالفات يعني الجنود الأتراك أولئك وبالفعل كانوا هم الذين يتحكمون في الدولة يعينون هذا ويقيمون هذا أو يقيلون هذا ففترة الطرابات وفترة انقلابات وكل شوية يخلعون حاكما ويجعلون مكانه حاكما آخر وأحيانا أيضا كانوا يقتلون الحاكم السابق هذا المستعين اللعين هذا لعنه الله أكلها إنجاز التعبير أكلها من هؤلاء بعدما كان يريد قتل الإمام عليه السلام والبدء بحرب تطهير ضائفي تجاه شيعة أهل البيت عليه السلام الأتراك جاءوا وخلعوه وثم قتلوا وجعلوا مكانه المعتز الإمام عليه السلام وقع لهم بعد ثلاثة يأتيكم الفرج يعني بعد ثلاثة أيام يأتيكم الفرج فما الذي حصل فخلع المستعين في اليوم الثالث وقعد المعتز وكان كما قال صلى الله عليه كان كما قال صلى الله عليه بالفعل ثلاثة أيام وانتهى الموضوع زين تستمر الرواية في القول الرواية رواية المسعودي يقول وحدث محمد بن عمر الكاتب عن علي بن محمد بن زياد الصيمري صهري جعفر بن محمود الوزير على ابنة أم أحمد وكان رجلا من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدما في الكتابة والأدب والعلم والمعرفة قال دخلت على أبي أحمد على أبي أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر وبين يديه رقعة من أبي محمد عليه السلام فيها موقف آخر يتصل بهذا الموضوع أنه كيف قسم الله عز وجل ظهر المستعين بعدما كان قد اعتقل الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام وأراد قتله فيقول هذا الرجل الذي هو من ثقات الشيعة يقول دخلت على أبي أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر وبين يديه رقعة من أبي محمد عليه السلام دخلت عليه وإذا بي أجد عنده رقعة كتاب رسالة من الإمام العسكري صلواته الله عليه فيها في هذا الكتاب ماذا في هذه الرقعة إني الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يقول إني نازلت الله عز وجل في هذا الطاغ يعني المستعين وهو آخذه بعد ثلاث هنا أريدك أن تلتفت إلى الأمرين الإمام كان في الاعتقال في الطريق إلى الكوفة يأتيه كتاب من بعض شيعته يعبر فيه على قلقه يعبر فيه عن قلقه على الإمام عليه السلام فيكتب يوقع يأتيكم الفرج بعد ثلاث في موقف آخر رقعة تتجه من الإمام عليه السلام قبلها بفترة إلى أن تصل بيد أبي أحمد عبد الله ابن عبد الله ابن طاهر وفي هذه الرقعة الإمام عليه السلام يقول إني نازلت الله يعني سألت الله عز وجل في هذا الطاغي أنه الله يخلصنا منه وهو آخذه بعد ثلاث الله سيأخذه هذا الطاغي بعد ثلاث ليالي شوف شلون الحساب عند الإمام عليه السلام أريدك أن تلتفت إلى هذا الأمر أنه يحسب أنه هكذا يكتب الرسالة أو الرقعة يعطيها بيد مثلا رجل رسول فإلى أن تصل إلى هذا الرجل تصله في حين يكون قد بقي على هلاك هذا الطاغي ثلاثة أيام يعني بهذه الدق إني نازلت الله عز وجل في هذا الطاغي يعني المستعين وهو آخذه بعد ثلاث بعد ثلاث ليالي يعني ثلاثة أيام يقول فلما كان في اليوم الثالث خلع وكان من أمره ما رواه الناس الناس رواه وعرفوا الموضوع ما رواه الناس في إحداره انحدروا به من سام الراء إحداره إلى واسط وقتله وقتله قتل هناك في واسط طيب كصورة أيضا لما كان هذا الرجل اللعين يريد أن يصنعه في الشيعة من حرب تطهير طائفية أيضا يروي المسعودي عن محمد بن حسن بن شموذ عن من حدثه قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أي الإمام العسكري صدوات الله عليه كتبت إلى أبي محمد عليه السلام حين أخذ المهتدي هنا الحديث على ما يبدو هو عن المهتدي العباسي وليس عن المستعين ما سبق كان عن المستعين الاشتباه من عندي ما سبق كان عن المستعين نازل الإمام عليه السلام فيه الله عز وجل فأهلك بعد ثلاث قعد بعده المعتز ثم بعده المهتدي هذا المهتدي هو صاحب الحرب الطائفية هذا هو المهتدي شوفوا شنو كان يريد أن يصنعه يقول كتبت إلى أبي محمد عليه السلام حين أخذ المهتدي المهتدي أيضا وقع عليه انقلاب هو هذا نفسه أيضا وقع عليه انقلاب وأزيح عن الملك فلما أخذوه اعتقل ارتاحت الشيعة فأحدهم كتب إلى الإمام عليه السلام يا سيدي الحمد لله الذي شغله عنا فقد بلغني أنه يتهدد شيعتك ويقول والله لأجلينهم عن جديد الأرض أستأصلهم هالشكل عن جديد الأرض أقتلهم واحد وراء الآخر وهذا هو قدرنا إلى يومنا هذا نحن نتعرض إلى حروب تطهير طائفية إلى يومنا هذا هذا قدرنا من تلك الأيام إلى الآن كل طاغية يريد بالفعل الخلاص من الشيعة واستئصالهم أو شنو إجلاءهم عن جديد الأرض خلاص يقول كتبت إلى الإمام عليه السلام يا سيدي الحمد لله الذي شغله عنا فقد بلغني أنه يتهدد شيعتك ويقول والله لأجلينهم عن جديد الأرض فوقع بخطه عليه السلام الإمام وقع أي كتب جوابا ذاك أقصر لعمره هذا أقصر لعمره يتوعد الشيعة لكن العكس هو الذي يحصل ذاك أقصر لعمره عد من يومك هذا خمسة أيام فإنه يقتل من يوم السادس بعد هوان واستخفاف وذل يلحقه أيضا نفس الشيء الإمام يكتب جوابا ويقدر أنه يصل إلى الشخص الذي يريد أن يصل إليه هذا الجواب في يوم يبقى فيه من عمر هذا الطاغية ستة أيام فيقول له عد خمسة أيام من تاريخ وصول هذا الكتاب إليك عد خمسة أيام فإذا عد من يومك هذا خمسة أيام فإنه يقتل من يوم السادس بعد هوان واستخفاف وذل يلحقه وبالفعل استذلوه واستخفوه أي امتهنوا كرامته أهانوا كرامته ثم بعد ذلك قتلوه وجاء بعده المعتمد تقول الرواية فكان كما قال عليه السلام في هذه الفترة أي في عهد المهتدي العباسي لعنه الله كان الإمام كذلك محبوسا هذه رواية تبين لنا جانبا مما جرى في ذلك الحبس أيضا رواها المسعودي في إثبات الوصية الرواية عن سعد عن أبي هاشم قال كنت محبوسا عند أبي محمد عليه السلام في حبس المهتدي يقول أنا كنت مع الإمام صلى الله عليه عليه محبوسا في حبس الطاغية المهتدي فقال لي يا أبا هاشم إن هذا الطاغية أراد أن يعبث بأمر الله عز وجل في هذه الليلة في هذه الليلة كان هذا الرجل هذا الطاغية مصمما على قتل الإمام عليه السلام وهذا عبث منه بأمر الله ما حانت منية الإمام بعد ما حانت شهادته بعد فكل من يقصد فكل من يقصد قتل الإمام عليه السلام قبل هذا الموعد فإنه يرتد عليه هذا الأمر يا أبا هاشم إن هذا الطاغية أراد أن يعبث بأمر الله عز وجل في هذه الليلة وقد بتر الله عمره وجعله للمتولي بعده أي جعله للمعتمد العباسي من بعده وليس لي ولد وسيرزقني الله ولدا بمنه ولطفه إلى الآن ما كان عنده ولد الإمام العسكري عليه السلام وهو يقولها بكل ثقة أنه سيرزقني الله عز وجل ولدا بمنه ولطفه هذه إشارة من الإمام عليه السلام على أن السلطة إنما أرادت بقتله الحيلولة دون ولادة المهدي المنتظر صلى الله عليه لأنهم سمعوا أخبارا وأدركوا بأن الثاني عشر منهم من أئمة أهل البيت عليه السلام سيكون على يده ماذا إزاحتهم وبوارهم فقالوا هذا هو الحادي عشر فلابد من إزهاق روحه قبل أن يولد له الثاني عشر هكذا صمم المهتدي العباسي لعنه الله أراد أن يعبث بأمر الله فبتر الله عمره وما كان عندي ولد سأرزق ولدا بمنه ولطفه تعالى يقول الراوي فلما أصبحنا يقول هذا الكلام الإمام قال لي يا بالسجن وإحنا بالسجن فلما أصبحنا شغبة الأتراك على المهتدي ثار الجنود الأتراك على المهتدي وسبحان الله اقرأوا التواريخ تجدون أحياناً هذه المشاغبات والثورات كانت يعني تتم أو تشتعل لأسباب غاية في السخافة غاية في السخافة بمعنى الكلمة يعني ليس هناك موجب لثورة كهذه سبب تافه يعني مثلاً إشكال كان يقع مثلاً بين بعض الأتراك وبعض العرب فيشعر الأتراك بنوع من الامتهان فيثورون على الحاكم على الطاقي أنه إحنا اللي على يدنا إحنا مثبتين ملكك وهالشكل نهان مثلاً فتصير ثورة وكذا ولا تنتهي إلا بخلع الحاكم هسا إشكال كان شخصي بين شخص وشخص مثلاً بس شوف شلون تشتعل وتتطور أو مثلاً يكون بسبب أنهم كانوا مثلاً يريدون زيادة في العطاء شوية أموال أكثر الراتب يزيد مثلاً أو أنه ليش أمكنتنا ما مرتاحين منها هي أساساً سامرة لماذا بنيت من أجل هؤلاء الجنود حتى يرتاحون وحتى يريحون أيضاً لأنه في بغداد لما كانوا يتواجدون يعني في العاصمة كانوا يسببون بعض المشاكل مع بعض الناس كانوا يصير لهم مشاكل لأنه هؤلاء يبطشون مثلاً بأصحاب الأسواق بأصحاب المحلات كذا يأخذوا مثلاً بضاع ما يدفعون خلص فالمتوكل لعنه الله هو الذي بنى لهم هذه المدينة سر من رأى اللي هي سا من رأى ليش تسمى العسكر ليش إمامنا عليه السلام يسمى العسكري أو صاحب العسكر نياب نسبة إلى هذه المدينة التي كان يستوطنها العسكر من الأتراك مدينة عسكرية كان مثل الكوفة الكوفة في بداية تأسيسها كانت مدينة عسكرية في الواقع أسست من أجل أن يستوطن فيها الجند كان يقال لها سابقاً كوفة الجند لأنهم كانوا على ثغور وكانوا يعني من هناك يغزون في الشرق بلاد فارس وما وراءها فكانوا يحتاجون إلى أن يستوطنوا هذه المنطقة في العراق فكذلك سام الراء سام الراء هكذا كانت فكانوا يثورون لأسباب جداً تافهة ولا تستطيع أن يعني تتصور أنه مثل هذا السبب ينتهي بقتل الحاكم وإزاحته وتنصيب خليفة على حد زعمهم جديد حاكم جديد ليس هناك تفسير لاندلاع مثل هذه الانقلابات العسكرية المفاجئة إلا دعاء لأم الأطهار عليهم الصلاة والسلام يعني الإمام عليه السلام يدعو على المستعين الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام يأخذه الله بعد ثلاث يدعو على المهتدي يأخذه الله بعد ستة أيام وهكذا يقول فلما أصبحنا شغبة الأتراك على المهتدي وأعانهم العامة الأتراك شغبوا زين العامة هم من العرب المخالفين كذلك أعانوهم لماذا لماذا أرادوا إزاحة المهتدي يقول لما عرفوا من قوله بالاعتزال والقدر كان المهتدي يميل إلى مذهب المعتزلة والقدرية فلذلك جماعة من أهل الخلاف وربما كانوا السواد الأعظم في تلك الفترة ساعدوا الأتراك أنه زين خلينا نتخلص منه حتى نرتاح من بدعة الاعتزال والقدر فقتلوه قتلوه وراح إلى جهنم وبأس المصير ونصبوا مكانه المعتمد وبايعوا له هذا المعتمد وكان المهتدي قد صحح العزم كان عازما على قتل أبي محمد عليه السلام كان عازما على ذلك فشغله الله بنفسه حتى قتل ومضى إلى أليم عذاب الله عز وجل هذه صورة كذلك من صور ما كان يعانيه الإمام عليه السلام من طغات عصره إذن بدأنا مع المستعين العباسي وعلمنا ماذا حل به بعد دعاء الإمام عليه السلام عليه ثم وصلنا إلى المهتدي العباسي وعلمنا كذلك ماذا حل به عندما دعا الإمام عليه السلام عليه نأتي إلى صورة ثالثة وهي تتصل بما سبق كذلك الإمام تنقل في أكثر من سجن سجن كان لشخص يقال له صالح بن وصيف من أعوان بن العباس نقل بعد ذلك أيضا في مرحلة من مراحل اعتقاله إلى سجن رجل يقال له علي بن جرير ونقل أيضا إلى سجن رجل يقال له نحرير هؤلاء كلهم كانوا سجاني الإمام العسكري عليه السلام بأمر من طغاة بن العباس الصورة الثالثة تتعلق بسجن صالح بن وصيف وكل صالح بن وصيف بسجن الإمام صلوات الله عليه العباسيون كانوا يضغطون على صالح بن وصيف هذا أنه اشتد على الإمام شوية عذبة شوية مثلا الذي شنو هذا تارك عندك في السجن فتحدثون الرواية أن العباسيين كما جاء في إعلام الوراء أن العباسيين قالوا لصالح بن وصيف عندما حبس أبا محمد عليه السلام ضيق عليه ضيق عليه ليش تارك هالشكل سجن عادي شوية ضيق عليه فقال لهم صالح ما أصنع به شنو أقدر أسوي له فقد وكلت عليه رجلين شر من قدرت عليه أنا أمتثل لأمركم أنا أجيب أناس أشرار من أشر الناس حتى يذيق هذا الإمام صنوف العذاب اخترت اثنين كان شر من قدرت عليه أحسن اثنين في التعذيب في الشر أظلم اثنين أجرم اثنين هؤلاء جبتهم جبتهم قلت لهم أنه أنتو شنو على الإمام عليه السلام توكلوا به تصرفوا تصرفوا معه يقول فقد وكلت عليه رجلين شر من قدرت عليه صار من أمر العبادة والصلاة والصيام على أمر عظيم أنا جبت اثنين كانوا من أشر الناس من شر الناس راحوا إلى هذا الإمام حتى يعذبانه هو الإمام قلبهما إلى خير الناس صار من أمر العبادة والصلاة والصيام على أمر عظيم تقول الرواية ثم أمر بإحضار الموكلين هذين الاثنين فقال لهما ويحكما ما شأنكما في هذا الرجل لماذا تأثرتما به كل هذا التأثر فقال ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة وإذا نظرنا إليه أرعدت فرائصنا هاي الفرائص ترتعد تبدي ترجف شايف الإنسان اللي تنتابه حالة من الخوف شي صير بجتافة هنا شوية تهتز هذا يسمونه ارتعاد الفرائص تلاقي هاي الشكل يصير يخاف وإذا نظرنا إليه أرعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا يدخلنا شيء في أنفسنا من الهيبة بحيث لا نستطيع أن نسيطر على وضعنا ما نتمكن المعصوم في مثل هذه المواقف يفرض نفسه يفرض نفسه هذه كانت صور سريعة لما لاقاه الإمام عليه السلام في سجونه وكم هو مظلوم إمامنا هذا إذ كثير من الشيعة أصلاً ما يعرفون أنه الإمام العسكري سجن كثير من الشيعة ما يعرفون الثقافة الشيعية العامة تعرف أن الإمام السجين هو موسى بن جعفر الكاظم صلى الله عليه أما الإمام العسكري مثلاً ما يعرفون الإمام الهادي حتى الإمام الهادي سجن عليه السلام وأنا ذهبت في سامراء المقدسة إلى بعض السجون الأثرية الباقية إلى الآن من عهد بني العباس وأرشدني أحد الإخوة وقال هذا هو السجن الذي سجن فيه الإمام الهادي أو العسكري الترديد من عندي وإلى الآن باقية كانت في أطراف سامراء المقدسة إلى الآن موجودة فالإمام عليه السلام عانى الكثير حقيقة عانى الكثير الكثير بسبب هؤلاء الظالمين فترة إمامة كانت قصيرة هي أقصر فترة إمامة بالقياس إلى بقية الأئمة المعصومين عليه السلام ست سنوات كما قلنا فقط وتعرض فيها على الأقل إلى ثلاثة أو أربعة سجون أربع مرات اعتقال أربع سجانين وعاصر أربعة من طغات بن العباس المستعين المعتز المهتدي المعتمد وهذا المعتمد اللعين هو الذي نجح في سم الإمام عليه السلام وقتله غيلة هذه الفترة التي عاشها الإمام صلواته الله عليه كانت فترة حالكة في السوات فترة صعبة جدا الضغوط شديدة جدا من قبل السلطة العباسية الغاشمة على الأئمة المعصومين صلى الله عليه عليهم لماذا لازم تحلل شوية تعطي لنفسك قدرة تحليل سياسية حتى تستطيع أن تفهم الواقع آنذاك لماذا كانوا يشتدون على الأئمة المتأخرين يعني بدءا من عهد الإمام الجواد عليه السلام بدأت السلطة تشتد على الجواد على الهادي على العسكري السبب ما هو أنهم كما قلنا كانوا يعلمون بأنه المهدي قادم وكانوا يتصورون أنه هذا المهدي مجرد ما يولد بعد يظهر خلص ينتهي الموضوع كل الأحاديث وكل المؤشرات ترتكز على الثاني عشر هذا الثاني عشر رح يقلب الأوضاع علينا فكانوا يريدون بأي نحو من الأنحاء أنه يقطعون هذا الطريق فلذلك كانوا يشتدون ملأوا سامراء التي هي في الواقع كانت منفى الإمامين سامراء منفى الإمام الهادي ومنفى الإمام العسكري عليهم السلام كان تحت إقامة جبرية في سامراء هما كان في المدينة الإمام الهادي ولد في المدينة الإمام العسكري أيضا كما قدمنا ولد في المدينة المنورة كل أئمة أهل البيت عليهم السلام لو خيروا لا يفارقون مدينة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله فما السبب أنك تجد واحدا في الكاظمية الآن والآخر في سامراء والآخر في خراسان ما هو السبب أنه السلطات كانت تبعدهم عن المركز مركز التأثير من يعني أن يكون لهم دور سياسي معين يتطور إلى ثورة هذا كان خوفه لذلك كانوا يستقدمون هم إلى حيث يكونوا تحت أنظارهم وين موجود الحاكم موجود في بغداد هارون مثلا لعنه الله فيجيب الإمام موسى بن جعفر إلى وين إلى بغداد وين موجود الحاكم المتوكل موجود في سامر فيروح يجيب الإمام الهادي إلى سامر حتى يكون تحت نظرة وفي عاصمته التي يعني تكون مسلحة ومبسوط عليها الأمن جيدا من قبل رجاله وجلاوزته فَمَلَأُوا سَمَلَأُوهَا بِالْعُيُونِ وَالْجَوَاسِيسِ حول دار الإمام عليه السلام حتى داخل دار الإمام في كثير من الأحيان ولذلك اضطر الإمامان الهادي والعسكري صلوات الله عليهما إلى الاحتجاب كانا يحتجبان من الشيعة إلا من خواصهم فقط الخواص يدخلون عليهما لماذا لأنه كثرت التردد على الإمامين عليهما السلام سيفضي إلى أن تعرف الشيعة إلى أن تعرف الشيعة من قبل السلطة فالإمام الهادي عليه السلام لاحظوا سنية إمامته فترة إمامته تجدون في الفترات الأخيرة كان الإمام الهادي عليه السلام يمتنع عن استقبال الشيعة إلا الخواص وفي القضايا الملح بدأ يحتجب يكثر احتجابه معتزل في البيت لما جاء عهد الإمام العسكري عليه السلام الأمر اشتد أكثر أكثر فأكثر الإمام صلى الله عليه امتنع عن استقبال عامة الناس وكان يحتجب كثيرا عنهم إلى درجة لاحظوا في التواريخ إلى درجة أنه حتى أولئك الذين كان يسمح لهم بدخول دار الإمام وهي ذاتها التي هي في سامراء الآن هذا المرقد الشريف الآن في سامراء هذا كان دار الإمام عليهما السلام هو هذا نفسه الروضة يعني إلى هذه الدرجة أنه من كان يسمح له بأن يدخل إلى الإمام العسكري عليه السلام يدخل الدار كان الإمام يستقبله ويتحدث معه ولكن من وراء ستار إلى هذه الدرجة يعني يحتجب أسه هذا سمح له سمح له بأن يدخل إلى داخل الدار فلماذا لا يلتقيه وجها لوجه لا الإمام يجلس وراء ستار ما يقدر يشوف المتحدث أو الزائر والإمام يجيبه احتجاب ما السر في ذلك بالإضافة إلى الوضع الأمني الخطير جلاوز كانوا حتى على باب دار الإمام عليه السلام إذول واكفين يراقبون يسجلون كل واحد يدخل إلى الإمام مخابرات كل واحد يدخل إلى الإمام منه منه يخرج من دار الإمام دائما بالإضافة إلى هذا العامل العامل الأمني الخطير كانت هناك مسألة أخرى وهي تعويد الشيعة على الغيبة على مسألة الاحتجاب لأنه سيقرب عهد الإمام المهدي صلواته الله عليه هذا سيكون مقترب إذا فجأة الشيعة انتقلوا من عهد كان الإمام عليه السلام السابق ظاهرا لكل الناس يستقبل كل الناس بشكل واضح ظهور تام يعني ليس فيه أي نوع من أنواع الغيبة أو الاحتجاب وفجأة انتقلوا إلى احتجاب مطلق إلا من خواص الخواص النواب الأربعة ومو أكثر من هذا موشك فهذا كان سيحدث هزة كبيرة فكان يضطر الأئمة عليه السلام إلى أن يعود الشيعة أكثر على أن يتعاملوا مع مسألة غيبة إمامهم وأن لا يكون ظاهرا فلذلك كان الإمامان عليه السلام يحتجبان في داخل الدار إلى درجة أنه حتى لما يزور شخص الإمام العسكري خصوصا في أواخر سنواته كان يجلس من وراء ستار يعود على أن أنت لا تشوف الإمام مباشرة يتحدث معك من وراء ستار وكم وكم كان هذا الأمر مؤلما بالنسبة إلى الشيعة ومبكيا لهم يقرأوا تواريخهم تعرفون أنهم من شدة شوقهم للإمام يعني شخص جاي مثلا من أسقاع الدنيا جاي إلى أن موصل نفسه إلى سمراء المقدسة حتى يلتقي بالإمام عليه السلام وهو حي ويدري داخل البيت ولكنه يحرم من ذلك يحرم من لقاء الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام فماذا كان يحصل فيه تحدثنا الآثار أنهم من شدة شوقهم للإمام عليه السلام كان الواحد منهم يطوف حول دار الإمام عليه السلام يقبل أركانها يعني يروح إلى الركن الأول يقبل بعدين يروح إلى الركن الثاني وهو باكن أنه يريد فقط أن يلتقي بالإمام عليه السلام ما يتمكن فيقبل الركن الثاني الثالث الرابع وهكذا يقبل أركان دار الإمام عليه السلام حبا وشوقا للإمام صلى الله عليه الذي لا يستطيع لقاءه وبعضهم كان يجلس على الطرقات ينتظر يقول يلا ربما في هذا اليوم الطاغية هذا يستدعي الإمام لأنه الطاغية كان في كثير من الأحيان يستدعي الإمام عليه السلام يستدعي الإمام العسكري يخرجه قهرا من داره حتى يحضر مجلسه حتى يتأكد أنه هذا يعني لا يقوم بأي تحرك سياسي معادي كانت عادة الطغاة هكذا يستحضرون هؤلاء الذين يعدون من خصومهم السياسيين دائما يستحضرون في مجلسهم حتى إذا واحد تأخر أصلا يقولون له أنه لم لم يعني تأخرت علينا هذا اليوم ليش ما جئت مجلسنا مثلا كان ضروري عندهم أنه يحضر هؤلاء يشوفونهم ويحشون يهم يتأكدون من وضعهم وفي نفس الوقت حتى يظهر أمام العام أنهم على وفاق مع هؤلاء يعني يريدون تصوير الأمر الطاغية يريد أن يصور الأمر أمام العام أنه ما بينه وبين الإمام العسكري عليه السلام كل محبة وصفاء ووحدة إسلامية ما كو فرق هذا إمام الرافض صحيح أنا أهم إمام البكريين ولكن وحدة إسلامية وإحنا مع بعض وقاعدين يعني في مجلس واحد وها شوفوا دائما يزور نحن حبايب ما كو بيننا خلاف عرفت وشلو فالواحد من الشيعة كان يجلس في الطرقات من دار الإمام عليه السلام إلى دار الخلافة ما يسمى بدار الخلافة يقول يمكن هذا اليوم الطاغية يستدعي الإمام عليه السلام فالإمام يخرج فأنا أتمكن من أن أراه على الأقل ولو هذه اللحظة بس أنظر هكذا إلى الإمام عليه السلام هي نظرة واحدة تكفي شلون كانت حالة يعني حالة صعبة جدا صعبة في هذا الشأن يهمني أن أعرض وصية للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام أوصى بها ابنه صاحب الأمر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف هذه وصية رواها صاحب الأمر عليه السلام بنفسه وفيها يبين الإمام عليه السلام حكمة في أنه لما قضى الله عز وجل على كل ولي من أوليائه أن يكون له عدو وند يخاصمه ويحاربه لماذا وصية شريفة مهمة جدا التدبر مهم جدا التدبر فيها ولكن قبل أن أصل إلى هذه الوصية وأذكرها على مسامعكم أفتح قوس الآن هذا بحث عرضي ثم نرجع مرة أخرى إلى تلك الوصية لأنه تلك الوصية مرتبطة بما قدمناه الذي تحدثنا به منذ بداية المحاضرة إلى هذه اللحظة كان حول الضغوط التي يواجهها الإمام عليه السلام والمصاعب من قبل السلطة الغاشمة الاضطهادات والعذابات التي تلقاها الإمام صلوات الله عليه وكيف كان الواقع آنذاك بالنسبة إلى الإمام وشيعته على السواء فهذه الوصية الحديث فيها أو ما تضمنته يرتبط بهذا المسار بهذا المبحث ولكن هناك مسألة أريد أن أبينها بين قوسين مبحث هكذا عرضي دققوا فيه معي كيف تنظر الطائفة البكرية إلى شخصية الإمام أبي محمد العسكري صلوات الله عليه لماذا أطرح هذا التساؤل لأنكم ستعرفون أن الإمام العسكري عليه السلام استصغرت شأنه الطائفة البكرية إلى حد أنه اليوم مصنف ضمن طبقات الرواة عندهم في أحسن الحالات مجهول الحال في أحسن الحالات مجهول الحال أنه هل هو صادق أم كاذب ثقة أم ليس بثقة وهناك كلمة يعني متسافلة جدا يوصف فيها الإمام من بعض من أعلام الطائفة البكرية بأنه ليس بشيء ليس بشيء ليس له أي مقام لا علم لا وثاقة لا أي شيء ليس بشيء هذا شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بطبيعة الحال ينظرون إلى هذا الإمام العظيم نظرة التقديس والإكبار والإجلال ويعرفون مآثره ويعرفون دوره العظيم في حفظ شريعة جده صلى الله عليه والإكبار المخالفون لا يعرفون شيئا من ذلك ولا يعرفون بالأحرى لأنهم كيف ينظرون إلى الإمام يقولون هذا ليس له شيء يعني ليس بشيء ليس له مآثر هذا لأنه ما قام بأدوار ما وصلنا منه شيء ما وصلنا منه إلا الفتاة إلا القليل ممثل مثلا أبي عبد الله الصادق عليه السلام نقول لك مثلا أين هم تلامذة أين تلامذة أبي محمد العسكري صلوات الله عليه المشكلة هي في بعد هؤلاء عن الإمام عليه السلام المشكلة فيهم وليست في الإمام الإمام العسكري عليه السلام كان مربيا للأجيال ربا طبقة من أفذاذ العلماء والفقهاء كان منهم مثلا أحمد بن إسحاق الأشعري القمي الشيخ الجليل شيخ القميين هذا واحد من تلامذة الإمام عليه السلام كان واحد من تلامذة الإمام كذلك الشيخ أحمد بن محمد بن مطخر واحد من تلامذته كذلك الشيخ أبو سهل إسماعيل بن نوبخت الذي هو عم صاحب فرق الشيعة هذا أبن بن نوبخت إسماعيل ابن علي بن نوبخت واحد كذلك من تلامذته الشيخ محمد بن صالح بن محمد الدهقان وجماع والإمام العسكري عليه السلام يكفينا فقط تفسيره الشريف مع قطع النظر عمن يحاول أن يخدش في نسبة التفسير إليه عليه الصلاة والسلام نحن نذهب إلى اعتبار التفسير كما تعلمون وكان لنا محاضرة مفصلة في هذا الشأن في بداية تصدينا لشرح تفسير الإمام العسكري صلى الله عليه وغير هذا التفسير ونالك تفسير آخر كله ضاع أصلا إلى ما وصلنا ذاك مكون من 120 مجلد 120 مجلد تلقاها البرقي عن الإمام عليه الصلاة والسلام لا ابن سيار وصاحبه الذين تلقيا هذا التفسير الآخر والذي وصلنا مقدار منه برواية الشيخ الصدوق كل هذه الآثار للإمام عليه السلام حتى هناك الآن موسوعة هناك موسوعة بعنوان موسوعة أحاديث الإمام العسكري صلى الله عليه على ما على ما ببالي عدد الأحاديث المروية فيها عن طريق الإمام العسكري عليه السلام فاقت عشرة آلاف حديث عشرة آلاف حديث وموجودة ومطبوعة هذه الموسوعة وحرينا للطلاع عليها على يتحال غاب عن البكرية أن المشكلة فيهم هم ما كانوا يهتمون بيعني الورود على أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتعاطي معهم والأخذ منهم والتتلمذ على يدهم كانوا يقاطعون أئمة أهل البيت بس في مرحلة معينة شويا فتحوا على الإمام الباقر شويا فتحوا على الإمام الصادق شويا من فتحوا في عهد الإمام الرضا عليه السلام مثلا عليه لكن البقية وخصوصا الذين كانوا يعني على حد خصام أو حرب معلنة مع السلطة كان وضعهم السياسي حرجا كالإمام الكاظم عليه السلام كالإمام الهادي كالإمام العسكري عليه عليه السلام صلوات الله عليه فكان أعلام البكرية يتحاشون أن يكون لهم أي اتصال بهؤلاء الأئمة عليه السلام حتى حتى يعني لا تنظر إليه من السلطة نظرة سلبية انفتاح أعلام الطائفة البكرية كان على بعض من الأئمة عليه السلام وذلك كان لمصالح خاصة وما كانوا يرون أن انفتاحهم على هؤلاء الأئمة بعيانهم مسببا لشيء من الضرر لهم عند السلطة أما إلى أئمة الباقين فلا هذا ما يفسر أنهم لماذا مثلا ما انفتحوا على الإمام الكاظم عليه السلام بالقدر الذي كانوا ينفتحون فيه على أبيه الصادق وبالقدر الذي انفتحوا فيه على ابنه الإمام الرضا عليه السلام فكيف تتوقع من أعلام البكرية أن يعرف قدر الإمام العسكري صلى الله عليه وهذه حاله يعيش في معتقلات أو في دار هو فيها قيد الإقامة الجبرية وعيون وجواسيس السلطة في كل مكان على باب داره وهو في حالة احتجاب وفوق هذا وذاك تبقى مسألة أن الطائفة البكرية ليست مرتاحة أصلا من مجرد التعاطي مع أئمة أهل البيت النبوي صلى الله عليه لا تريد أن تتعاطى معهم بشكل طبيعي لاحظوا كيف يصفون الإمام عليه السلام ابن الجوزي أحد كبار علماء أهل الخلاف صاحب كتاب مهم عندهم بعنوان الموضوعات الكبرى يعني يدرج فيه كتء الحاديث التي يحكم عليها بالوضع يعلق عليها هذا الكتاب في المجلد الأول الصفحة 415 يعلق فيه في هذه الصحيفة من كتابه يعلق على حديث رواه الإمام العسكري عليه السلام حديث يتعلق بمناقب أهل البيت صلواته الله عليه فانظر ماذا يعلق شوف هذا نص عبارتي جزء الأول الصفحة 415 شوف يقول هذا حديث موضوع والحسن بن علي صاحب العسكر اللي هو راوي هذا الحديث هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر أبو محمد العسكري ليس بشيء ما إلى قيمة عند ابن الجوز ومن لف لف ليس للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قيمة عندهم تقريبا نفس العبارة يقولها السيوطي الإمام السيوطي عندهم في كتابه اللآل المصنوعة أيضا في التعليق على الموضوعات الأحاديث الموضوعة في الجزء الأول الصفحة 361 أيضا يعلق على الحديث يقول موضوع الحسن العسكري ليس بشيء زين هذه الكلمة ليس بشيء تبدو هينة بالقياس إلى ما قاله الخبيث بن الخبيث ابن تيمية ابن تيمية في منهاج سنته في المجلد الثاني الصفحة 472 قال بعد أن عدد بعضا من علمائهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي والليث وجماعة من هؤلاء عددهم طبري وغيره شوفوا عبارته يقول هكذا لأنه فرد على إشكال من قبل العلام الحلي وغيره أنه أنتم لماذا لم تأخذوا عن أمة أهل البيت عليهم السلام لماذا قاطعتموهم يعني ليش هذه المقاطعة لأمة أهل البيت عليهم السلام عبر العصور شنو السبب لما هذا الانعزال عن أمة أهل البيت عليهم السلام إحنا شيعتهم فالتففنا حولهم فأخذنا منهم كل هذه العلوم وكل هذه الآثار المشكلة عندكم أنتم ما أخذتم منهم لماذا شوف جواب هذا الوقح لما عدد بعضا من علمائهم قال اجتهاد هؤلاء خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأمثالهما يقول هؤلاء الكبار يعني أبو حنيفة والشافع ومالك وأحمد بن حنبل وأشباههم ونظائرهم اجتهادهم هم يجتهدون أفضل من أن يأخذوا بما ينقل عن العسكريين أو بما يرويه العسكريين صلوات الله عليهما مو فقط العسكريين وأمثالهما وأمثالهما من الأئمة اجتهاد أولئك أفضل مما ينقل عن أمة أهل البيت عليهم السلام خلي يجتهد ولو بالقياس والاستحسان وغيره ولا أنه يأخذ حديثا عن الإمام العسكري عليه السلام الذي هو يعلم قطعا ويقينا أنه حديث آبائه حديث رسول الله عن الله تبارك وتعالى شوف التبرير العجيب اجتهاد هؤلاء خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأمثالهما فإن الواحد من هؤلاء الواحد من أعلام البكرية أعلم فإن الواحد من هؤلاء لأعلم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهما يعني واحد مثل سفيان الثوري مثلا هذا أعلم بدين الله ورسوله من العسكريين وأمثالهما شوف التصغير والتحقير يريد أن يصذر شأن الإمامين صلواته الله عليهم يقول فلو أفتاه أحدهما بفتياء لو افترضنا الآن سفيان الثوري أو الطبري أو أي أن يكون من هؤلاء جاءوا إلى الإمام العسكري جاء أحدهم إلى الإمام الهادي أو الإمام العسكري صلوات الله عليهم وأفتاه أحدهما بفتياء يقول فلو أفتاه أحدهما بفتياء كان رجوعه إلى اجتهاده أولى من رجوعه إلى فتياء أحدهما يعني الأولى عليه أنه هو يأخذ باجتهاده لا أن يأخذ بكلام الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليه بل ذلك هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه أنه أصلا يعمل باجتهاده لأنه هو أرفع مقاما من الإمامين شلون يقول فكيف إذا كان ذلك نقلا عنهما من مثل الرافضة يقول إذا افترضنا واحد من علماءنا الكبار يروح شخصيا يتلقى القول والفتوى من الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما لكان الواجب عليه أنه ماذا يأخذ بفتاواهما وبأقوالهما ويضرب بها ماذا عرض الجدار لأن الواجب عليه أن يأخذ باجتهاده فكيف فكيف إذا هو ما ملتقي بالإمام مباشرة وإنما المنقول عن هذا الإمام تنقله الرافضة الرافضة يقولون قال أبو الحسن الهادي الحكم كذا قال أبو محمد العسكري الحكم كذا يقول بعد هذا أولى أنه لا نأخذ به فكيف إذا كان ذلك نقلا عنهما من مثل الرافضة رافضة كذابين ليسوا ثقات والواجب على العسكريين هاي الكلمة التي تحرق القلب والواجب على العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء الواجب على الإمام سليل المصطفى حجة الله على خلقه أبي الحسن الهادي وابنه الزكي أبي محمد العسكري أنه يروحون عند من يتعلمون عند أبو حنيفة يتعلمون عند أحمد ابن حنبل يتعلمون والواجب على العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء الواحد من هؤلاء يعلمون ولذلك أنا كم تعجبت لما وقع التفجير الإرهابي الوهابي لمرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام كيف أنه بعض دعاة البكرية وأتذكر هذا يمكن حارث الضاري ما أدري أي واحد منهم هيئة علماء المسلمين ما أدري منهم كان يطلع فترة بالفضائيات كان يقول نحن أولى بالإمامين العسكريين من الشيعة الإمامين العسكريين كانوا من أهل السنة كانوا وإحنا نفتخر بهما وهذولا أصلا أئمتنا وهذولا كذا والإمام الهادي إمامنا لا 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 هم عراقي ما كان قرضاوي لا واحد من هؤلاء يمكن واحد كان هو كان شباب ما أذكر شنو كان اسمه لا ولا السامراء المهم بس هذا كان خطابهم أنه لا هذولا أئمتنا أيضا وإحنا جماهير سامراء خرجت وقالت بلروح بالدم نفديك يا إمام يعني الإمام الهادي عليه السلام طبعا بعد ما راح جماعة منهم وفرهدة وما تبقى في الحرم الشريف على يتحال يعني لما هذا الضحك على الذقون من قال أنت عندكم في تقييم كم وفي تصنيفكم الإمام الهادي والإمام العسكري لهما شأن من الشأن عندكم هاي أقوال علمائكم في الجرح والتاعد يقول ليس بشيء فأنت جاي تضحك على الناس جاي يعني أنت الآن من أجل الإعلام ومن أجل السياسة جاي تضحك على الناس وتخدع ومتقول أنه لا إحنا هم نعتبر هذولا أئمتنا وهذولا من أهل السنة على تعبيرك ليش تضحك على العالم هذان ليس رمزين لكما مو من رموزكم هؤلاء ليش تضحك على الناس كبار علماء يقولون ليس بشيء هؤلاء ما لهم مقام بل الواجب على العسكريين وأمثال ما يتعلم من الواحد من هؤلاء فلماذا تريد أن تخدع الناس خلي بين هذا الحرم وبين شيعة الإمامين ليش هذا الإصرار أنه أنا أريد أن أتحكم بالحرم ما يصير تأخذون الحرم من إدارتنا هؤلاء يقولون يقولون كان الحرم تابعا لما يسمى بين قوسين الأوقاف السنية على تعبيره ديوان الوقف السني يقولون لازم يبقى هكذا فلما جاء إبراهيم الجعفري بعد وقوع التفجير الثاني على ما أتذكر وأصدر قرارا بإلحاق الحرم العسكري الشريف أو العتبة العسكرية المقدسة بديوان الوقف الشيعي ثارت ثائرتهم وما هدأت هذه الثائرة إلى أن قام الخائن نور المالكي بإصدار قرار أبطل به ذلك القرار الأول وعدل به عن ذلك القرار وقال يعاد هذا الحرم من جديد إلى ما يسمى بديوان بديوان الوقف السن ورسميا عاد إلى دوان الوقف السن بأي حجة بأي حجة أخبروني بالله عليكم ليش إحنا الأمة الوحيدة التي تتنازل عن مقدساتها وتعطيها بيد الغير ليش إحنا هالشكل حالتنا ليش ليش إحنا بس الذين يداس على رؤوسنا شنو السبب شنو إحنا ما عندنا رجال شنو الموضوع يا أخي قضية عادلة واضحة كل البشر يفهمونها هذان إمامان لمن هذه الفئة من البشر هذه الفئة من البشر هي صاحبة الحق في إدارة الحرام المتصل بهما هي صاحبة الحق في إدارة المقدسات المتصلة بهما موشكل هذا أكو أحد ما يفهم بالعالم روح لأي إنسان في شرق الأرض في غرب الأرض في شمال الأرض في جنوب الأرض يقول معكم حق هذول أمتكم أن تأتي طائفة أخرى تدعي تدعي تقول هؤلاء أمتنا أيضا زين تفتش في صحة هذه الدعوة في كتبهم أنه شنو تقييم علماءكم هو شنو مجرد كلام في الهو شنو تقييم علماءكم لهذين الإمامين تشوف ما كلهما مقام إذن هذه ليست بدعوة صحيحة ليست بدعوة صحيحة وعلى فرق تعتبرون من أمتكم إمامة بأي معنى تعتقدون بأن هذين الإمامين إماماني معصوماني حجة لله عز وجل على خلقه تعتقدون هكذا أنتم ما تعتقدون قل إمامنا مثل إمام الجماعة مثل إمام الحرم المكي هم هكذا المسألة هذان إمامان من أئمة أهل البيت الاثنى عشر الذين هم الخلفاء الشرعيون لرسول الله صلى الله عليه وآله ونحن شيعتهم نحن الذين التففنا حولهم فنحن المسؤولون ونحن الأحق بإدارة مقدساتهم وآثارهم المسألة هم شر عنها كذا المسألة شرعا هكذا وبالخصوص لحرم الإمامين العسكرية أوضحت هذه المسألة أنا سابقا لا أدري إن كانت قد بثت في قناة فدك أو لم تبث بثت ما بثت فإذا خليها وضحها باختصار أيها الإخوة من بين كل العتبات المقدسة الأخرى هذا هو المكان الوحيد الذي دفن فيه معصومان في بيتهم الشريف لأنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله دفن في حجرته الشريفة مو في بيته الحجر التي كان يستقبل بها الوفود بقية المعصومين كلهم ما دفنوا في بيوتهم زين هذا كان بيت الإمامين العسكرية بيت الإمامين العسكرية يعني شو يعني ملك خاص للإمامين العسكريين الملك الخاص لأي إنسان لا يجوز التصرف فيه لا يجوز التصرف في ملك الغير حرام التصرف في مال الغير حرام الآن أنت جنابك تروح إلى بيت واحد من دون إذنه تتصرف فيه ولو بمقدار أن تضع رجلك داخل بيتي يجوز أم لا يجوز كل الفقهاء يقولون حرام إذا ذهبت إلى هذا البيت حتى لو صاحبه متوفى حتى لو صاحبه شنو متوفى دخلت في هذا البيت صليت صلاة صلاتك باطلة أم صحيحة صلاتك باطلة لأنها تصرف في ملك الغير صليت في أرض أو على أرض غصبية ما أحرست رضا صاحب هذه الدار إذا متوفى لازم تحرز رضا من ورثته هذا هو الحكم الشرعي الأصل هو هذا حرمة التصرف في ملك الغير زين فإذن كيف يجوز التصرف في ملك الإمامين العسكريين عليهم السلام كيف يجوز هذا الملك الآن ملك من الآن في هذه الساعة ملك من ملك الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه هو الوريث هو الوريث هذا حق الإمام صاحب العاصر عليه الصلاة والسلام بعض فقهائنا كالشيخ المفيد كالشيخ الطوسي كانا يحرمان حتى على الشيعة أن يتصرفان في هذا الملك ارجعوا إلى كتاب المزار للطوسي مثلا وقرأوا يقول إذا أردت أن تزور العسكريين عليهم السلام فزر من وراء الحائط أو شيء من هذا القبيل لا تدخل داخل كما يفعله بعض الناس فهذا لا يجوز حرام بقية المعصومين مو مشكلة روح تشبث بالضريح ماكو مشكلة الشيخ المفيد وشيخ الطائفة الطوسي يقولان لك لا حتى أنت الشيعي يقولك ما لك حق لا تروح تدخل داخل كون خارج حدود الدار لأنه ونحن لا نعلم لم نحرز أنه يجوز لنا أن نتصرف في هذا الملك أم لا بعض فقهائنا الذين جاءوا بعد ذلك قالوا يجوز للشيعي أن يتصرف الشيعي يجوز أن يدخل في بيت الإمامين عليهما السلام الذي دفن فيه الإمامان ويدخل في سرداب الغيبة الذي كان متصلا بهذا البيت ويصلي هناك ويتعبد هناك لماذا لأن عندنا أدلة وعمومات عن الإمام صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام مضمونها أنه قد أباح حقوقه لشيعته فهذا من حقوقه فيقول هؤلاء الفقهاء أنه بهذا الاعتبار حيث أن الإمام قال ما مضمونه أنه أباح حقوقنا لشيعتنا يجوز للشيعي يخلي رجلة في هذا المكان يصلي هناك يتعبد هناك وإلا إذا كان ما عندنا مثل هذه العمومات يبقى الأمر على حرمته ما يصير التصرف خلاص انتهى الموضوع إذا كان مثل هذا التشديد بالنسبة للشيعي لغير الشيعي إشلون يعني غير المعتقد بالإمامين عليهم السلام فهذا الإمام ما أباح حقوقه له الإمام الإمام لم يبه حقوقه لغير المعتقد به فكيف يسمح لا أقول مسألة مجرد الدخول والصلاة هناك مثلا من قبلهم أقول أنه تضع كل الحرم تحت إدارته إذا كان مجرد الدخول لا يجوز فتضع المفتاح بيدهم هذا أمر غريب والأغرب منه أنه توصف مثل هذه الدعوة بالطائفية يقول ليش سوون طائفية سبحان الله يا أخي إذا أنا الآن أطالب بأبي حنيفة أنا أقول لا لازم تخلهم مفتاح أبو حنيفة بيدي يقبلون ما يقبلون لا يقبلون يقولون أنت مالك علاقة بأبو حنيفة أبو حنيفة هاي مالتنا أنت شعلك لا تتدخل بأبو حنيفة إحنا مريد أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة فكذلك أنت لا تتدخلون في شؤون أئمتنا عليهم والسلام هذا وقف شيعي هذا المكان إذا أردنا أن نزنه بالوزن الشرعي فلا تكون إدارته والتولية الشرعية عليه إلا بيد الحاكم الشرعي فقط همو لكل من هب ودب لازم هذا النائب عن صاحب الدار مو إحنا من ألقاب الإمام الحجة عليه السلام صاحب الدار من ألقابه صاحب الأمر صاحب الدار نقول عن صاحب الدار عليه السلام هذا صاحب الدار فوض الأمر لمن للنائب العام عنه اللي هو مرجع التقليد الجامع للشرائط هذا له حق أن يبسط ولايته على هذا الوقف ويتصرف في هذا الوقف مو كل من هب ودب ليش مقدساتنا بيد الغير لماذا ليش إحنا حالتنا هشكل ولماذا إلى الآن الوقف أو الحرم العسكري الشريف البناء فيه بطيء شنو السبب السبب أن جماعة من الخونة هم الذين يمثلون الشيعة في العراق وعلى أساس هم الذين يحكمون العراق آخر ما يفكرون به المقدسات الدينية آخر ما يفكرون به صار شوي احتفال على أساس بدأنا شرعنا بالبناء ووضعنا ما أدري الأسس وكذا وإلى آخره للاستهلاك الإعلامي للاستهلاك الإعلامي القضية وإلا هاي الزوار رجعوا من سامر رأى وأنا دائما المتابعة لموضوع سامر رأى تعلمون فدائما يبلغوني أنه يسألون نفس البنائين يقولون هذا الشكل الأوامر هذا الشكل البناء بطيء بطيء جدا بطيء ومتوقف وبين فترة إلى فترة يضعون حجرا على حجر ليش هذا الشكل ليش هذا البناء البطيء لماذا ما هو السبب لماذا الشعب الشيعي في العراق لا ينتفض لعادة بناء المرقد العسكري الشريف أفضل مما كان لماذا لا ينتفض للمطالبة بوضع هذا الحرم الشريف كسائر العتبات المقدسة في العراق تحت إدارة المرجعية الدينية لماذا لا ينتفض مطالبا بتطهير المساحات داخل هذا الحرم والملحقة بهذا الحرم التي اقتطعت منه وأعطيت لبعض الطوائف الأخرى شايفين بالحرم أكون لهم مسجد خالين بالحرم وأكون بعض الأمكن لهم هذه المحلات تعمل على دائر مدار الحرم هذه لازم تزال حرم مقدس يخص أحدا من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على الجميع أن يحفظ حرمة آل محمد عليه السلام في هذا المكان صراحة نحن لا نريد أنا الآن لست في وارد أن أمنع المخالفين من أن يدخلوا على الأقل في نطاق الصحن الشريف فليدخلوا وليصلوا ما عندي مشكلة الله تعالى إن شاء الله يهديهم وأبواب أهل البيت عليهم السلام مفتوحة لكن أنا شرعا لا أتحمل مسؤولية أن يدخلوا داخل حدود الدار الأصلية لا أتحمل هذه المسؤولية إذا واحد من الفقهاء العظام يفتي لهم بجواز ذلك ذلك شأنه هو بعد الحساب عليه يوم القيامة ولكن الكلام أنه يا جماعة بكل محبة نريد أنه نرفع هذا الظلم عن الإمامين العسكرية عليهم السلام كافي كافي هذا الظلم كافي هذا الإجحاف بحق الإمامين صلوات الله عليهما لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين إحنا لدغنهم مرتين بل مرات في شأن هذا الحرم أسألكم بالله قبل ما يقع التفجير لما كنا نزور سامراء المقدسة كنا نتعرض إلى مضايقات أم لا من نفس دولة الكليدارية ومن نفس دولة السدنة اللي موجودين كنا نتعرض أم لا كنا نسمع السباب أم لا كنا نلاحظ الترب الحسينية المقدسة مكسورة دائما أم لا كنا نلاحظ سرقات إلى درجة أنه المزهريات هاي اللي موجودة على أركان الظريح كل واحدة منها مسروقة أم لا هذا أمر تاريخ يعني ما يقدر أحد ينكره عندنا مشكلة ونحن المقصرون نحن مع الأسف الشيع الذين كانوا في سامراء المقدسة أهملوا صراحة أهملوا وانسحبوا من الميدان وكل هاجر وما تبقى إلا القليل فالأكثرية أولئك هم الذين تحكموا في الحرم الشريف هذا لا يجوز أيها الأخوة ما يصير لابد أن الشيع الذين هجروا من سامراء يعودون إليها لابد أنه هذا الحرم الشريف يعود كما كان بل أفضل مما كان لابد أن تؤسس له إدارة شيعية مرتبطة بالمرجعية تحفظ الإمامين عليهم السلام في هذا المكان المقدس هذا هو المطلوب لا تظلمون ولا تظلمون لا أكثر من هذا أما أنه دائما أنا يداس علي ولازم أتحمل أنه مقدساتي في يد الغير ومهملة بهذه الطريقة إلى درجة أن يقع تفجير من نفس هؤلاء المتواطئين تعلمون التحقيقات التي كشفت أنه تفجيران وقع بالتواطئ مع نفس السدنة هم الذين أعطوهم المفاتيح وهذا كان شيء متوقع الله يشهد أنا كنت أتوقع مثل هذه المصيبة والكارثة تقع من أيام ما كنت أزور سامراء تقريبا لوحدي في 2004 ماكو أي مخلوق يزور في فترة الاضطرابات كنت في بلد وأروح دائما إلى سامراء أزور أنا واحد من الإخوة ما كنا نجج أحدا يذكر داخل الحرم الشريف خالي تماما ومهمل تماما وهؤلاء السدنة الكفر اللي موجودين هناك كانوا يسمعون نا كلام حقيقة يقشعر البدن منه يقشعر البدن حتى ألفاظ بذية نسمع منه وإذا كان يوضع شيء في الظريح من بعض الزوار الإيرانيين وكذا الذين هم أصلا انقطعوا بعد في تلك الفترة كان بدايات السقوط كانوا يزورون بعدين خلص بعد هم انقطعت الأمور يعني في الأيام اللي أنا كنت فيها كان هؤلاء أيضا يستولون على كل هذه الأموال ويصرفونها على فسقهم حتى حدثني أحد أنهم كانوا في بعض الليالي يجتمعون في الصحن الشريف ويحتسون الخمر إلى هالدرجة ومو بعيد لأنه من بذاءتهم التي سمعتها بنفسي يعني بأذني هاتين ورأيتها بعيني ما أستبعد ذلك وناس بذئين كانوا هؤلاء على أساس سدنة الحرم الشريف ومتركين هكذا ويؤذون الزوار ومشاكل عديدة ليش هذا الحال أيها الإخوة لا ننسى إمتنا نسو الله فنسيهم المسألة هكذا نريد النصر نحن ونحن نخذل أئمتنا صلوات الله عليهم هذا هو الواقع ما أدري متى نشوف ذاك اليوم الذي الشيعي فيه عزيز وعلى الأقل يستطيع يلاحظ ويتولى مقدساته بيده بنفسه مقدساتنا إلى الآن في مكة والمدينة تحت يد العدو الوهابي والآن في سمراء كذلك مهملة بهذا الشكل على اتحال هذه نظرة أهل الخلاف للإمام العسكري صلوات الله عليه ولكن لأننا من أهل الإنصاف نقول بعضهم شهد للإمام عليه السلام بالعلم والوثاقة ولكن الذين شهدوا للإمام عليه السلام ليسوا بمستوى ابن الجوزي والسيوطي الذين جرحا الإمام صلوات الله عليه ليسوا بهذا المستوى يعني اعتبارهم عند الطائفة البكرية ليس بذلك الاعتبار واحد من هؤلاء سبط بن الجوزي مو ابن الجوزي سبطه سبط بن الجوزي هذا له كتاب معروف اللي هو تذكرة الخواص في الصفحة مئتين وثلاثة يقول في ترجمة الإمام العسكري عليه السلام يقول كان عالما ثقة هذا الذي عثرنا عليه مورد آخر أيضا عثرنا عليه لابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقة الذي ألفه في الرد على الشيعة في الواقع لكنه كان يأخذ جانب مدح الأئمة الطاهرين عليه السلام كأنه يحاول بخبث أن يفكك بين الأئمة الأطهار عليه السلام وبين شيعتهم فلما وصل في الجزء الثاني الصفحة خمسمائة وثمان وتسعين إلى ترجمة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة قال كان وارث أبيه علما وسخاء وبعدين ذكر قصة تدول على سخاء وجود الإمام عليه السلام هاتاني شهادتان عثرت عليهما في مدح الإمام ولكن ما قيمت ابن حجر الهيتمي بالقياس إلى ابن حجر العسقلاني مثلا ما قيمت سبط ابن الجوزي بالقياس إلى ابن الجوزي عند طائفة أهل الخلاف كلام أولئك مقدم والآن إذا ذهبت إلى أي عالم محدث من علماء أهل الخلاف انتبقى لهم علماء ما أدري تسأله عالم مثلا بالجرح والتعديل عالم بعلم الحديث تسأله الحسن بن علي العسكري عليهم السلام كيف حاله حاله في الوثاقة وفي قبول الرواية يقول لك مجهول الحال ليس بشيء هذا إن لم ينل من الإمام عليه السلام بلسان خبيث كما فعل إمامه ابن تيمية فأنا أكره طائف يأتي بعض المتحدثين بلسانها زاعمين أنهم يعترفون بالإمامين عليهم السلام ويقدرونهما ويحترمونهما ويتباكون عليهم هذا الخداع والتضليل نسنا بحاجة إليه بعد الآن هذا كافي نرجع إلى موضوعنا ما كان يعانيه الإمام صلوات الله عليه في عصره وقلنا هناك وصية كان قد أوصى بها إمامنا العسكري صلوات الله عليه ابنه المهدي عليه السلام يمكن لنا أن نقول هكذا يمكن لنا أن نقول أن أستاذ المهدي هو أبوه العسكري صلوات الله عليه يمكن لنا أن نعبر هكذا ولكن قد يستوقفنا إشكال أنه كيف يمكن أن نعبر هكذا ونحن نعلم على حسب المشهور يعني وطبقا للمأثور أن المهدي أفضل من أبيه لأنه جاء في الروايات الشريفة أفضلنا ذلك الاسم الخاص يعني تستطيع أن تعبر هكذا أفضلنا مهدينا أعلمنا مهدينا فلذلك العلماء يقولون هكذا أنه أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده على الترديد علي وفاطمة صلوات الله عليه ثم الحسن ثم الحسين ثم المهدي ثم الأئمة الثمانية من ذرية الحسين بعض يقول كلهم في مرتبة واحدة وبعض يقول السابق أفضل من اللاحق المهم المشهور هكذا أنه المهدي على هذا القياس يكون أفضل من أبيه فكيف يمكن أن نعبر أنه كان تلميذا لأبيه لأنه إذا كان أفضل فهذا لازمه أن يكون أعلم من أبيه وهذا الإشكال في الواقع يمكن أن نتوسع فيه أكثر أنه إذا كان الأمر هكذا فكيف جازت الإمامة لأبيه مع وجوده نحن الإمامية نقول دائما بأن إمامة المفضول لا تجوز لابد أن تنعقد الإمام لمن للأفضل فإذ ثبت أن المهدي أفضل من العسكري وسار لأم قبله من بعد الحسين عليه السلام فإذن لازم ذلك أنه في الخمس سنين الأولى من حياته حيث كان يعاصر أباه العسكري عليه السلام أن تكون الإمامة له لا للإمام العسكري عليه السلام وهذا معناه أن إمامة الإمام العسكري الفعلية ما دامت سنة واحدة سنة واحدة فقط فما الجواب على هذا الإشكال الجواب الذي يتراء لنا هو هذا أنه ما كان الإمام المهدي عليه السلام أفضل من أبيه في حياته وإنما صار بعد ذلك أفضل من أبيه يعني في حياة أبيه كان أبوه أفضل منه وكان أبوه بالتالي أعلم منه فكان أستاذا له وهذا ما يفسر هذه الآثار ومنها هذه الوصية أنه كان يلقي هذه العلوم إلى ابنه ويعلمه وكان الإمام المهدي عليه السلام من جانبه حتى بعض مضي أبيه عليهما الصلاة والسلام يفخر بذكر ما علمه إياه أبوه هكذا يمكن أن نعبر أو هكذا يمكن لنا أن نتفص عن هذا الإشكال يمكن لنا أن نتفص عنه هكذا ويمكن لنا أن نتفص عنه ب يعني أصل الموضوع أنه نقول غير ثابت نأخذ الرأي الآخر وإن كان شاذا أنه ليس المهدي عليه السلام بأفضل من آبائه صلوات الله عليهم وإنما مفضول بالقياس إليهم ماذا عن تلك الآثار نقول تلك الآثار نتركها التي تقول أفضلنا مهدينا أعلمنا مهدينا هذه الآثار نكل أمرها إليهم نكل أمرها إليهم عليهم السلام هم أعلموا بما قالوا لأنه حتى المقطع الثاني من هذه الرواية أعلمنا مهدينا هذا يخالف كذلك بعضا من الروايات الأخرى التي تقول علمنا واحد يعني يعني ماكو أحد أعلم من الآخر أكو أفضل يعني في المقام وفي الرتبة ولكن علم رسول الله صلى الله عليه وآله هو عينه علم العسكري هو عينه علم المهدي يعني نفس العلم ماكو علم ليس هناك تفاضل في درجات العلم وإنما التفاضل في الرتبة والمقام على يتيحال سبق منا كقاعدة أركزناها أكثر من مرة أنه خصوصيات المعصومين عليهم الصلاة والسلام ممتنعة عن إدراكنا عن أن ندركها تمام الإدراك شؤونهم الخاصة ودرجاتهم مراتبهم كنههم هذا أمر فوق طور عقولنا على اتحال هذه هي الوصية التي أريد أن أتلوها على مسامعكم وقد رواها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه إكمال الدين في سياق رواية طويلة عن قصة لقاء علي بن مهزيار الأهوازي رضوان الله تعالى عليه للإمام صاحب الزمان عليه السلام في موسم الحج رواية رواية طويلة يذكر فيها علي بن مهزيار كيف أولا ذهب إلى المدينة المنورة كان يفتش عن خلف الإمام الحسن العسكري عليه السلام فما وجده وجاء يعني جاء إلى مكة المكرمة وحج وهناك في الحج التقى بأحد خدمة الإمام عليه السلام وهذا الخادم أخذ علي بن مهزيار وذهب به أو انحدر به باتجاه الطائف وهناك وصل إلى خيمة خاصة والتقى بها الإمام صلوات الله عليه ووصف أيضا شمال الإمام وصفاته وثم الإمام عليه السلام قال له هكذا قال له إن أبي صلى الله عليه عهد إلي ألا أوطن من الأرض إلا أخفاها وأقصاها إسرارا لأمري وتحصينا لمحلي من مكايد أهل الضلال والمردة من أحداث الأمم الضوال يقول أبي عهد إلي أمرني أنه شنو روح إلى أخف الأراضي وأقصاها لذلك أنا تجدني ماذا في هذه الأرض البعيدة لأنه شاهد الإمام عليه السلام في خيمة تقريبا وسط الصحراء باتجاه الطائف والإمام كان يسكن آنذاك هناك بعد ذلك الله العالم أين ذهب والإمام يتنقل من بلد إلى بلد من بقعة إلى بقعة ولكن يقينا يتواجد في موسم الحج في يوم عرف الشرعي مو في يوم عرف مال آل سعود في يوم عرف الشرعي اللي كثير من الشيعي خافون يروحون يقفون هناك والقلة فقط من شجعان الشيعي يذهبون إلى هناك الإمام عليه السلام يكون متواجدا هناك في أرض عرفات يكون هناك في يوم عرف زين يقول إسرارا لأمري وتحصينا لمحلي من مكايد أهل الضلال والمردة من أحداث الأمم الضوال يعني الأمم الضالة فنبذني إلى عالية الرمال وجبت صرائم الأرض تنتظرني أو تنظرني الغاية التي عندها يحل الأمر وينجل الهلع أنا على هذا الحال لأن علي بن مهزير يقول يا إمامي ليش ما تظهر ليش هذا البعد عننا فيقول أنا هالشكل أوصاني أبي لازم أظل أنا في هذه الحالة من الخفاء إلى أن يحل الأمر يأتي الأمر الإلهي وينجل الهلع الهلع هم ينجلي بظهوره المرتقب عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول وكان صلوات الله عليه الإمام الهادي علي سيم يتحدث عن أبيه العسكري وكان صلوات الله عليه أنبط لي من خزائن الحكم وكوامن العلوم أنبط لي يعني استنبط لي ولكنه هو المصدر فهو لا يستنبط هو ينبط فجر لي هكذا من خزائن الحكم وكوامن وكوامن العلوم فما تحتاج أعطيك القواعد الكلية التي تستطيع من خلالها أن تفهم كل شيء في الشرع اعلم لا يمكن ليخلي أطباق أرضه وأهل الجد في طاعته وعبادته بلا حجة يستعلى بها وإمام يؤتم به ويقتدى بسبيل سنته ومنهاج قصده اعلم يا بني الله عز وجل لا يترك الأرض ومن عليها بلا إمام يقتدى به وبسبيل سنته ومنهاج قصده وأرجو يا بني أن تكون أحد من أعده الله لنشر الحق وطي الباطل وإعلاء الدين وإطفاء الضلال أنا أرجو أن تكون هذا المعقودة عليه آمال الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين كلهم الآن قلوبهم كل الأنبياء والأوصياء تتجه إلى الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم وآل محمد وآل محمد وعجل فراجهم ولا نعذاهم كلهم ينظرون إلى هذا الإمام آمالنا كلها متعلقة بهذا أنه هذا الذي سيقيم دولة العدل الإلهي على الأرض وماذا يفعل ينشر الحق يطوي الباطل خلص يعل الدين يطفئ الضلال فعليك يا بني بلزوم خواف الأرض وتتبع أقاصيها الإمام العسكري عليه السلام يوصي ابنه عليك يا أبني بلزوم خواف الأرض روح إلى الأراضي الخافية الخافية عن أعين الناس أين أنت يوصي ابن الحسن في أي أرض خافية في هذه الليلة وتتبع أقاصيها يعني البلاد يعني البلاد القاصية عن المدن والحواضر فإن لكل ولي من أولياء الله عز وجل عدوا مقارعا وضدا منازعا افتراضا هذا فرض من الله لمجاهدة أهل نفاقه وخلاعة أولي الإلحاد والعناد فلا يوحشن كذلك الإمام العسكري عليه السلام هكذا يبين الأمر لابنه المهدي في هذه الجلسة الخاصة التي كان فيها الإمام يعلم تلميذه وابنه أنه إذاب إلى هذه البلاد البعيدة لأن لكل ولي من أولياء الله عز وجل عدوا مقارعا وضدا منازعا طيب ليش الله عز وجل هكذا افترض لماذا هكذا حكم كل ولي لابد أن يكون له عدو والأولياء درجات يعني شوف تارة يكون الولي نبيا مرسلا أو إماما معصورا أو وصيا وتارة يكون عالما عاملا مجاهدا تارة يكون مبلغا مؤمنا طاهرا واحد منكم لا يمكن يعني شوف أن تشيل من بالك هذه الفكرة أنه تتصدى لبيان الحق ولا يكون لك عدو وضد هذا محال اعرف هذه المسألة ولذلك أنا أعجب من بعض المعممين ومن أشبه الذين يقولون لي أنه إحنا منريد مشاكل أخو ما يصير ما نريد أنه فلان فلان نستعديهم ما يصير يا أخي يقول ما نريد أنه يصير عندنا أعداء ما يصير إذا تريد أن تنطلق ببيان الحق فلابد أن يكون لك عدو وند لابد لابد تبتلى أصلا إذا أنت انطلقت في بيان الحق وما وجدت أحد يصير خصم لك بحيث هذا تعرف هذا ألد أعداءك يعني صار هذا يريد أن يحطمك ويحطم مشروعك لازم تراجع نفسك تقول حتما عندي خلل أنا لا يمكن ما يصير لأنه إذا أنا طريقي طريق سليم لابد الشيطان يتحرك فيحرك أحدا من أوليائه إلى أنه يأتي على الخط حتى ماذا يحبط مشروعي ما يصير يتركني هكذا لا يمكن هذا ما أردت أن أركز عليه في وصية الإمام العسكري عليه السلام شوف دقنق في العبارة كلمة ذهبية هذه من الإمام العسكري عليه السلام المجهول القدر حتى عندنا الناس ما تعرف لا أحاديثة ولا تعاليمة ولا وصايا ولا حتى يمكن الآن 99% من من يسمعوني نقول أول مرة ندري أنه الإمام العسكري عليه السلام قال هذا الكلام وكان يعلم يعلمه ابنه الإمام المهدي إن لكل ولي من أولياء الله عز وجل عدوا دائما مقارعا يقارعه دائما ما يتركك دائما يأذيك وضدا منازعا دائما في نزاع دائما في منازعات من هذا الضد لماذا ليش الله عز وجل هكذا حكام افتراضا لمجاهدة أهل نفاقه الله يريد مننا الجهات أن نجاهد أهل النفاق مو فقط الكفار يعني شوف تارة واحد يقول خوة مو مشكلة احنا خلي تصير جبهتنا واحدة مو هذا الكلام الذي يقال لنا خلوا جبهتكم على أبو بكر وعمر وعائشة خوة أبو بكر وعمر وعائشة بالنسبة إلى شيعة أهل البيت عليهم والسلام ليسوا بذوي تأثير من هذا الشيعي الذي ينخدع بأبي بكر وعمر وعائشة البكريين منخدعين بأبي بكر وعمر وعائشة أما الشيعي يعني في حدودنا الداخلية وكل الشيعى بحمد الله تعالى إلا الشذاذ من البتريين هؤلاء كلهم مجمعون على ماذا على البراءة من هؤلاء باعتبارهم ظلمة رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم والسلام انت لازم تجي اتجاهد من أهل النفاق من الداخل يعني هذا اللي أمامك شيعي أمام غيرك يطلع بتري أو بكري هذا اللي بينك وبينه يقول لك إيه الله يلعن عائشة هي في النار أما يروح يطلع على الفضائيات شي يقول يقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هذا يحتاج إلى نفاق وهذا تجده يتصدى يقف أمامك ما يخليك تشتغل يخرب عليك مشروعك يقول عنك عميل يقول عنك ماسوني يقول عنك صاحب شيك على بياض من واحد سيكي يقول عنك شنو بعد المهم مخابرات وإلى آخره فهذا يأذيك لأنه العدو الخارجي عادة ما يأذي العدو الخارجي ظاهر اللي يأذي عادة هو العدو الداخلي دائما العدو الداخلي يأذي وهذا من العدو الداخلي حينما يستل بعضا من المفاهيم الدينية كمفهوم التقية فرضا ويصوره على غير وجهه الشرعي أمام الناس أمام عامة الناس فهذا جدا مؤذي هذا جدا مؤذي أنه يريد أن يستل هذا المفهوم الديني الشرعي ويجعله لا شرعي يعني يجعل مضمونه غير شرعي يريد من خلال هذا المفهوم أن ينوم المجتمع الشيعي أو الأمة الشيعية هذا هم من أهل النفاق وسبحان الله تجد الروايات تشر إلى ذلك تتذكرون هذه الرواية التي دائما أرددها عن الإمام الصادق عليه السلام مضمونها إن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له أما والله لو ظهر مهدينا وناشدكم النصر أو طالبكم النصر لقلتم له لا نفعل إنما نتقي ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ما شاء الله حافظين الحمد لله هذا شيء جيد جدا جيد زين تتمت هذا شنو ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم أما والله لو قام صلوات الله عليه لمحتاج إلى نصرتكم شيء من هذا القبيل ولا أقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله شوف الإمام ماذا سمى أولئك الذين التقية أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأزالوها عن مواضعها يعني التقية المغلوطة غير الشرعية التي تروج الآن من أجل مقاومة هذا الاتجاه الذي نحن نمضي به ماذا الشكل؟ يحاولون إيقاف هذه الثورة الإيمانية العقائدية الشيعية التي تنادي بالولاية لأهل البيت عليه السلام والبراءة من أعدائهم بعنوان التقية هذا ولا أزالوها استلوها أزالوها عن مواقعها عن مواضعها وصارت أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وستكون هذه كلمتهم حين يخرج صاحبنا عجل الله تعالى فرجه تكون التقية أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم يقولون للحجة ابن الحسن ارجع إنما نتقي لا نفعل لا ننصرك إنما نتقي الإمام عليه السلام يقول هؤلاء أهل النفاق يقيم بهم الإمام حد الله يقيم عليهم حد الله شوف سماهم أهل النفاق نفاق هؤلاء أهل نفاق هؤلاء والنفاق درجات كما تعلمون كما أن الكفر درجات الشرك درجات النفاق هم درجات الإيمان درجات في المقابل فاربط هذه الرواية لما سمى الذين يعملون بالتقية المغلوطة غير الشرعية سماهم ماذا أهل النفاق اربطها بهذه الكلمة من الإمام العسكري عليه السلام وكلامهم نور واحد افتراضا لمجاهدة أهل نفاقه وفي لفظ آخر للرواية ذاتها افتراضا لمجاهدة أهل النفاق أهل النفاق فتفهم أن الضد المنازع والعدو والمقارع يكون ممن من أهل النفاق أسألكم بالله الذي آذاكم أكثر وأنتم معنا في هذا المركب الآن في هذه السفينة أيهما كان الضربات التي جاءتنا من الحكومات أو من الوهابيين أم الضربات التي جاءت من بني جلدتنا من الداخل أيهما كانت أكثر إلاما وإيجاعا للقلوب اللي من الداخل ليش لأنه الداخل أنت ما عندك معه مشكلة يفترض أنت دائر ظهرك إليه أنت تتقاتل على هذه الجبهة الآن وأمامك جيش عرم رم أولاد عائشة وأيتام عائشة شقد عددهم في العالم وحكوماتهم وأحزابهم وتياراتهم ومنظماتهم وطوائفهم شي خلصنا فإنت مشغول الآن دا تحارب على كل هذه الجبهات مجتمعة أمامك فإنت دائر ظهرك لهذا اللي تفترض أنه هذا بعد يعني على الأقل محسوب علينا فجأة يكشف عن وجهه القبيح ويأتي بخنجره المسموم ويطعنك في ظهرك ويأشر يأشر هالشكل من بعيد إلى ذلك الطرف يقول له ارمي 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 هذا هنا هنا موجود ارمي ارمي ارميه يأشر لذلك العدو يقول له تعال ارمي راحوا واجتمعوا هنا في لندن اجتماعوا محامين وكذا لإيقاف شيء عن يوسبايبر بدعوة قضائية من نفس المعممين الله أكبر الله أكبر الآن بعد لا ما يتنفسون الآن بعد خلاص بعد قناة فدك وكذا ما عندهم مجال يتنفسون بس في البدايات احنا نتكلم الاخوة يتذكرون بعضكم يمكن أول ما أصدرنا شيء عن يوسبايبر سووا اجتماع اجتماع القيادة القطرية ما أدري شنو كذا اللي شنو مع مجموعة من المحامين خلي نرفع قضية لإيقاف شيء عن يوسبايبر أما هم هؤلاء أنفسهم مثلا ما اجتمعوا من أجل وضع مثلا خطة قانونية لإيقاف فرضا قناة المستقلة مثلا التي كانت تطعن في الشيعة كثيرا في تلك الأيام هذا الحشي قبل أربع خمس سنوات أو أكثر ست سنوات رب الله يعني شوف الحماس الشلون يدفعهم من أجل أنه يميت اتجاها شيعيا ناهضا يريد أن يحرر هذا الإنسان الشيعي من قيود فكرية قديمة كانت تعطل مسيرته ولا تجعله إنسانا يملك الثقة بالنفس نحن كل هذا هدفنا نريد الإنسان الشيعي أن يصبح واثقا من نفسه شجاعا ومتصديا لبيان الحق كما هو ويتسلح بالعلم والبرهان فيدخل الآخرين في دين الله أفواجه ينشر هذا النور نور أهل البيت عليه وسلم في الأمم بلا خوف بلا خوف ولا زمن الخوف ولا زمن التقية المغلوضة كذلك راح هذا يكفي هذا الذي نريده أكثر من هذا ما نريد ما يعجبه هذا العدو المقارع والضد المنازع لابد أن يأتي في طريقك كلامي لكل شخص الآن يسمعني وأصبح يتأثر بهذا المنهج ويريد أن يسلك هذا المسلك أقول له وفر على نفسك منذ البداية إذا تريد أن تدخل في هذا المسلك وتعمل دون أن يكون لك أعداء ألداء اقعد في بيتك من الآن وفر على نفسك لا تتصور أبداً هذا طريق التضحية طريق المشاكل طريق المآسي ولكن لكل هذه المآسي والمشاكل والمنازعات حلاوة إذا وطنت نفسك على ما وطن عليه أصحاب الحسين عليه السلام كانوا لما يقتلون شنو؟ يضحكون لما يرمون يقول إنما هي ساعة وإنما هي أمر ساعة ونجاور رسول الله وأهل بيته عليهم والسلام في الجنة خلص فيتعايش مع المعركة يعني عندها المعركة أنا بعرس الآن كربلاء والدماء والمشاكل أنا في عرس يضحك فاللي في مثل هذا الاتجاه لازم يعرف هذا الشيء تطلع لك مشاكل تطلع لك مآسي عذابات كثير يطعنونك في ظهرك أعداء للداء ما كنت تحسب حسابه وعلى طول الخط هكذا وسبحان الله كلما قعد أحدهم نبت آخر يعني لازم هالشكل قرن شيطان يطلع في المرحلة اللي من بعدها أنا شخصيا هكذا الكلام الآن تجربة خمسة عشر سنة تقريبا قسم هالشكل يعني كل ثلاث أربع سنوات يكون أكو واحد بالواجهة لازم هذا يكون بالدرجة الأولى يتصدى بعدين هذا هم يمل ما لخلق فيجي واحد آخر مكانه لازم يعني سبحان الله الشيطان يهيئ واحد يحركه يستفزه حتى يتصدى إن لكل ولي من أولياء الله عز وجل عدوا مقارعا وضدا منازعا افتراضا لمجاهدة أهل النفاق وخلاعة أولي الإلحاد والعناد المخالعة ها هنا بمعنى المحاربة والمنازعة يعني مع أهل الإلحاد والعناد فلا يوحشن كذلك لا تستوحش من هذا الشيء وصية ذهبية من الإمام العسكري عليه السلام لابنه المهدي لا يوحشن كذلك ومنها تنتقل إلينا عن طريق الإمام المهدي عليه السلام نفسه واعلم الوقت بدأ يداهمنا فلذلك بقية الفقرات يعني أمر عليها مرورا سريعا بس حتى تكتمل الصورة واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها يقول أهل الإخلاص أهل الطاعة نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها إذا انطلقت نحو أوكارها إلى أعشاشها شلون تأتيك سريعة قلوب أهل الخير هكذا تتوجه إلى الإمام صاحب الزمان وإلى أهل الخير وهم معشر أهل الطاعة والإخلاص شلون يصفهم الإمام عليه السلام وصف جدا دقيق يا الله يتحقق هذا الشيء وهم معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستكانة يعني هم يخرجون وعليهم ماذا سمت أنهم أهل ذلة واستكانة كانوا شعب مسحوق شعبنا الشيعي أمتنا الشيعية هذه حقيقة أم مسحوق مذلة مستكين وعيفة فجأة يخرجون ماذا يتحولون إلى قوة جبار عزيزة فجأة شوف لاحظ وهم معشر يطلعون بمخائل الذلة والاستكانة وهم عند الله بررة أعزاء أعزاء في دينهم فجأة ينتقلون من طور إلى طور فيمهدون للظهور المقدس وهم عند الله بررة أعزاء يبرزون بروز يصير هناك بروز بأنفس مختلة محتاجة وهم أهل القناعة والاعتصام استنبطوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضداد ليش أقول ينتقلون من طور إلى طور كانت عليهم ذلة واستكانة ظلموا اضطهدوا 1400 سنة إلى الآن فجأة يبرزون ولكن مع القناعة قناعة بما يأتيهم زين ويعتصمون بالله تبارك وتعالى استنبطوا الدين فقاها يستنبطون الدين جيدا يصير عندهم القدرة على الاستنباط فوازروه وازروا الدين دافعوا عن الدين وازروه على ماذا صاروا وزراء للدين معاضدين للدين على ماذا على مجاهدة الأضداد يروح نحو الأضداد يجاهدهم فإذن الأمة الشيعية مقبلة على الانتقال لمرحلة جديدة العالم الشيعي الجديد يبدأ الآن بالتشكل إن شاء الله تعالى ننطلق نبرز نجاهر بالحق لا نخاف في الله لو متلاء خصهم الله باحتمال الضيم يحتملون الضيم الذي جاء عليهم ليشملهم باتساع العز أنت ضيم يقع عليك في الدنيا ولكن يأتيك عز في المقابل أين في الآخرة ليشملهم باتساع العز في دار القرار وجبلهم على خلائق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبة فاقتبس يا بني نور الصبر على موارد أمورك تفز بدرك الصنع في مصادرها واستشعر العز فيما ينوبك تحظ بما تحمد بما تحمد عليه إن شاء الله فكأنك يا بني بتأييد نصر الله قد آن وتيسير الفلح وعلو الكعب قد حان وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض وتخفق على أثناء أعطافك ما بين الحطيم وزمزم وكأنك بتراد في البيعة وتصاف الولاء يتناظم عليك جماهير تذهب إلى هناك بين الركن والمقام تبايع مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد وعجل وعجل وفرح وفرح كأنك بتراد في البيعة وتصاف الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثان العقود وتصاف تصافق الأكف على جنبات الحجر الأسود تسمع تصافق الأكف كل واحد يأتي ويصفق على كف الإمام عليه السلام ويقول هذه بيعة لك في عنقي إلى يوم القيامة يبن رسول الله هذا اليوم سنشاهده إن شاء الله تعالى قريبا لكن الأمر بيد من بيدنا عدلوا أنفسكم إمامكم يظهر مسألة واضح إلى آخر الكلام الوصية طويلة فيها قوله عليه السلام تهتز بك أطراف الدنيا بهجة وتهز بك أغصان العز نظرة وتستقر بوان العز في قرارها إلى آخر كلامه صلوات الله عليه والوصية حرية بأن تدرس وتعلم ومرة أخرى أكرر هذه الدعوة أقول إن هؤلاء الأئمة الثلاثة بالذات الجواد الهادي العسكري صلوات الله عليه منسيون حتى عند أمتنا يعني أمتنا لا تعرف عنهم الشيء الكثير نحن بحاجة دعوت إلى هذا قبل سنوات وأجدد الدعوة من جديد نحن بحاجة إلى مراكز متخصصة تنشأ خصيصا يعني مركز تخصصي أو مراكز متخصصة لترويج وإحياء أمر هؤلاء الأئمة الثلاثة بالخصوص صلوات الله عليه حتى الأمة تعرف تعرف ماذا جاء عنهم كيف كانت حياتهم كيف كانت سيرتهم ما هي أمورهم ما هي وصاياهم ما هي تعاليمهم ما تعرف الأمة شيئا عنها الثقافة الشيعية عادة مرتبطة بالحسين عليه السلام بأمير المؤمنين بالزهراء بالصادق بالكاظم أمثال هؤلاء الأئمة تعرف شيئا ما عنهم وإن كان قليلا كذلك إحنا في جاهلية في جاهلية في جاهلية ولكن بالنسبة للأئمة الثلاثة هؤلاء بالذات بالقياس إلى بقية الأئمة ما نعرف عنهم شيء إحنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور أنها تكشف للناس لازم المبلغين يتعبون على أنفسهم لازم الخطباء يتعبون على أنفسهم ويتعبون على الأمة حتى يعلمونها حول هؤلاء لإن صلوات الله عليه المظلومين المجهولي القدر أكثر من ملاحظة في ختام كلامي الملاحظة الأولى قد يقال بأنه هذا الحديث الذي استدللتم به ونقلتم منه وصية الإمام العسكري عليه السلام لابنه المهدي هذا ليس بحديث يمكن الاعتداد به والاعتبار أو اعتباره لماذا لأنه في صدر هذا الحديث هناك كلام عن أن علي بن مهزيار قد شاهد الإمام الحج عليه السلام وأخاه موسى فهل الإمام الحج أخ وهذا أمر عجيب وغريب نحن نعلم أن الإمام العسكري ليس له من الولد إلا ولد واحد هو الإمام الحج عليه السلام فمن أين جاء موسى هذا فهذه يعني ذكر موسى في هذا الحديث هذا يقدح في سلامة الحديث وفي اعتباره الجواب كلا أولا أولا المشهور يقول أن الإمام العسكري له من الولد ولد واحد ولكن هناك رأي آخر في قبال المشهور أثبت له ولدين صاحب الأمر صلوات الله عليه وموسى والروايات عن علي بن مهزيار علي بن مهزيار ثقة رجل ثقة موثق عندنا رضوان الله تعالى عليه وله مقام عظيم في الأهواز مدفون هناك وأكثر من حكاية ورواية عن علي بن مهزيار في هذا المعنى أن للإمام عليه السلام أخا طيب قد يقول القائل أنه هذا الأخ يعني أمه من الجواب إني أستظهر أن أمه غير السيدة نرجس عليها السلام السيدة نرجس جاءت بصاحب الأمر صلوات الله عليه هناك سيدة أخرى كانت من أمهات أولاد الإمام عليه السلام ويقال لها صقيل أو صقيل والاختلاف أو الاشتباه وقع عند بعض الدارسين والباحثين وحتى عند بعض الرواة أنهم اعتبروا سقيلا هذه هي ذاتها نرجس فقالوا للسيدة أكثر من اسم أيها الإخوة إذا لاحظتم في ما يتصل بأمهات أولاد المعصومين صلوات الله عليهم أي السيدات الطاهرات تجدون هناك كثيرا من الاشتباهات في أسمائهن يعني تجد مثلا أحدا يسمي هذه السيدة مثلا باسم سيدة أخرى مثلا يقال أم الإمام العسكري اسمها ماذا سليل أو حديث ترجع كذلك إلى أم الإمام الهادي التي هي السيدة سمان المغربية عليها السلام أيضا تجد في كتب التراجم والسير والأحاديث أيضا يقال هكذا أيضا تسمى حديث أو سليل دائما أكو تشابك في الأسماء أكو تشابك وهذا أمر طبيعي أمر طبيعي لماذا أولا لملاحظة الظروف الخانقة التي كانت يعني تخنق المعلومة في الصدور عن هذا البيت بيت أهل البيت صلى الله عليه المعلومة كانت صعب أن تصل خصوصا في تلك العصور من الاضطهاد والجور فكيف إذا كانت هذه المعلومة تتعلق بشأن أسري خاص أنه الإمام كم زوجة عنده كم جارية عنده ما أسماءه هن ما أسماء أولاده هذا ما يفسر الاشتباهات والتضاربات التي نجدها في سير المعصومين عليه السلام فيما يتصل بنسائهم وأولادهم صار واضح شيء أسري خاص فلذلك أقول لا ينبغي التسرع برد بعض الروايات لمجرد أنه ذكرت بعضا من الأمور التي قد تكون مخالفة للمشهور هذا غير صحيح أنا أستظهر أنه لا موسى هذا من سيدة أخرى هي السيدة سقيل وهذه تختلف عن السيدة نرجس وهذه السيدة هي التي حبست بعد أبي محمد العسكري عليه السلام في دار الحاكم المعتمد العباسي لأنه قد اشتبه في أنها قد حملت ولدا أنها حامل أنها حبلة بعض الآثار قد تذكر أنه بعدين انكشف أنها ليست بحبلة أنا حققت ما وجدت هذا الشيء لا وجدت خلاف ذلك وجدت أنهم قد شغلوا عنها يعني كانوا ينتظرون منها ولدا ولكنهم شغلوا عنها لأنه صارت اضطرابات سياسية كذلك فشغلوا عن هذه السيدة الأخرى فلربما يكون الذي وضعته وهذا كان بعد مضي الإمام لاحظ بعد مضي الإمام الإمام الحج عليه السلام ولد في زمان الإمام لما استشهد الإمام العسكري عليه السلام كان عمر الإمام صاحب الأمر خمس سنين هنا نحن نتحدث عن حادثة أخرى عن ولد آخر كان في بطن أمه ساعة رحيل الإمام واستشهاده عليه السلام فحبست هذه السيدة في دار الحكومة العباسية ثم شغلوا عنها بعد ذلك الروايات مبهمة لا تفسر ما الذي جرى لهذه السيدة فأقول لعل أن الذي وضعته هو الأخ الأصغر للإمام الحج عليه السلام الذي اسمه موسى وذاك حتما قد توفي يعني في زمانه عاش فترة مثلا مع الإمام عليه السلام وتوفي لأنه ما مقدر لأخ الإمام عليه السلام وحتى أبنائه على القول بأن له أبناء لأنه هناك أيضا بعض الآثار تذكر أن الإمام عليه السلام يتزوج وله أبناء والأبناء هؤلاء يكبرون ويشيخون ويموتون بشكل طبيعي هو الإمام عليه السلام بقدرة الله عز وجل الإعجازية يبقى يعيش ويتوقف هيكله البدني وصحته عند عمر الأربعين سنة يعني يظهر بصورة الشاب ذي الأربعين سنة إحدى تلك الروايات التي أستظهر منها أن موسى بن سقيل هي هذه الرواية التي يرويها شيخنا الصدوق في إكمال الدين كذلك يقول مات أبو محمد عليه السلام يوم الجمعة مع صلاة الغدات يعني صلاة الفجر وكان في تلك الليلة قد كتب بيده كتبا كثيرة إلى المدينة كتب كتب كثيرة في تلك الليلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها وصاياه وتعاليمه إلى شيعته هناك وذلك في شهر ربيع الأول لثمان خلون سنة ستين ومئتين للهجرة ولم يحضره في ذلك الوقت في هذا الوقت الذي كان فيه إلا سقيل الجارية وعقيد الخادم ومن علم الله غيرهما هذه قد تكون إشارة إلى صاحب الأمر وأمه لكن كتم الراوي ذلك خوفا من انتشار الخبر أو وصوله إلى جواسيس السلطة قال عقيد الذي هو الخاتم أو عقيد الخادم فدعا بما إن قد أغلي بالمستكى المستكى اللي هو هذا اللبان اللبان العلك اللي يستخرج من نبتة يقال لها المستكى اللي الآن يسموه شنوه؟ مستكى نفسي أحسنت فدعا بما إن قد أغلي بالمستكى فجئنا به إليه فقال أبدأ بالصلاة أريد أن أصلي الإمام العسكري هذا آخر يوم من حياته الشريف أبدأ بالصلاة جئوني فجئنا به وبسطنا في حجره المنديل وأخذ من سقيل الماء فغسل به وجهه وذراعيه مرة مرة ومسح على رأسه وقدميه مسحا وصلى صلاة الصبح على فراشه وأخذ القدح ليشرب فأقبل القدح يضرب ثناياه ويده ترتعد صلوات الله عليه من شدة السم وآثاره ما قادر حتى يشرب الماء يده كانت ترتعد ويضرب ثناياه يضرب أسنانه فأخذت سقيل القدح من يده ومضى من ساعته صلى الله عليه من هذه الساعة بعد صلاة الصبح مباشرة صلى الإمام عليه السلام وارتحل إلى جوار ربه ودفن في داره بسر من رأى إلى جانب أبيه عليه السلام وصار إلى كرامة الله جل جلاله وقد كمل عمره تسعة وعشرين سنتان وقال لي ابن عباد في هذا الحديث قدمت أم أبي محمد عليه السلام من المدينة يعني أم الإمام العسكري جاءت من المدينة واسمها حديث أو سليل عليها السلام أم الإمام العسكري التي قال فيها الإمام الهادي سليل سلت من الآفات والأنجاس والأرجاس ويمكن لنا أن نستفيد من ذلك كما بيّنته في محاضرة سابقة أنها عليها السلام معصومة ولا الشك أن أمهات المعصومين معصومات وإن على الإصطلاح بالعسم الصغرى أو ما يقال هكذا واسمها حديث حين اتصل بها الخبر إلى سر من رأى فكانت لها أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر من مطالبته إياها بميراثه وسعايته بها إلى السلطان وكشف ما أمر الله عز وجل بستره المنازعات التي وقعت مع المدعو جعفر الكذا ودعت عند ذلك سقيل أنها حامل لاحظ هنا هنا شاهدي ودعت عند ذلك سقيل أنها حامل فحملت إلى دار المعتمد طاغية بني العباس في تلك الفترة فجعلنا نساء المعتمد وخدمه ونساء الموفق وخدمه أيضا الطاغية الموفق هذا أحد الضغات بني العباس أيضا جاء بعده ونساء القاضي ابن أبي الشوارب أحد قضاة المخالفين كل هؤلاء النساء ماذا كنا يفعلن يتعاهدن أمرها في كل وقت ويراعونه دائما شنو كل واحد بعث نساء روح روح لهذه المرأة الحامل شوف أخذوها إلى دار الحاكم إلى دار السلطة إلى القصر والنساء من كل حدب وصوب جئنها يتعاهدنها أنه شوفوا شنو هذا الحامل إلى أن دهمهم أمر الصغار وموت عبيد الله بن يحيى بن خاقان بغتة طرابات سياسية صارت وخروجهم عن سر من رأى وأمر صاحب الزنج بالبصرة صار الثورة في البصرة من بعض الزنوج هناك وغير ذلك فشغلهم عنها وفي لفظ آخر فشغلوا أو فشغلهم ذلك عنها والرواية تتوقف عند هذا الحد شغلوا عنها وهي التي تقول أنا حامل هذا قد يكون مفتاحا يفسر أنه كان للإمام صاحب الأمر عليه السلام أخ وكان للإمام العسكري عليه السلام ولدا لأن الرواية التي تتوقف عند هذا الحد أنت عليك أن تكون ذكيا في تحقيقك تقول للرواية ما وراءها ولكن لا نعلم المهم شغلوا عن هذه المرأة الحامل ما قالت الرواية استبان عدم حملها مثلا ما قالت الرواية هكذا ولا هذه هي ذاتها السيدة نرجس كما خلط بعضهم قال هذه هي سقيل هي نفسها السيدة نرجس عليه السلام لا أبدا سيدة نرجس وضعت ابنها عليه السلام وغيبت معه في الواقع حفظت من أعين الظالمين وابنها كان عمره حين ذاك خمس سنوات هذه حادثة أخرى لسيدة أخرى لاحظوا المسألة هكذا فعلى يتحال هذا أمر لا يقدح في الرواية التي استدلنا به هذا أمر لا يقدح في هذه الرواية ونقول يمكن أن يكون للإمام العسكري عليه السلام ولد آخر اسمه موسى زين تبقى شيء أخير ملاحظة أخيرة غدا كما تعلمون هو يوم عيد الغدير الثاني كما سمته الروايات الشريفة اليوم الذي هلك فيه الطاغي عمر بن الخطاب لعنة الله عليه هناك بدعتان أو ما هو أشبه ببدعتين تتكرران في كل عام تقريبا فأردنا أن ننبه المؤمنين تجاههما أو بشأنهما الأمر الأول أنه مع الأسف الشديد بعض المؤمنين يعني من شدة فرحتهم وغبطتهم يسرعون بالفرح والابتهاج ونزع السواد ويجعلون ذلك في هذه الليلة يعني من هذه الليلة البعض يقيم مجالس الفرح وينزع السواد أنتوا شوفوني أنا لا بالسواد إلى الآن صحيح يا ليلة عيد ولكن احتراما للإمام المعصوم عليه السلام الذي استشهد في صبيحة هذا اليوم العزاء يستمر إلى اليوم التالي اليوم التالي هذا الليل هو ليل حزن ملحق بما جرى في صبيحة هذا اليوم لذلك أنا تعمد شوفوا أنا ما ألقيت كلمتي هذه البارحة التي هي ليلة الاستشهاد متعمد أردتها في هذه الليلة حتى يظهر أمام المؤمنين أنه لا نحن نبقى في عزاء وهذا ما تساعد عليه الرواية الخاصة بعيد الغدير الثاني ذاتها فإنها ذكرت أن يوم التاسع من ربيع الأول ينزع فيه السواد ما قالت ليلة التاسع من ربيع الأول نلاحظ المسألة هنا فإذا السوادنا السواد الحداد الحزن العزاء يستمر إلى صبيحة يوم التاسع من ربيع الأول يوم العيد أما أنه البعض يتعجل ويبدأ العيدة في ليلة التاسع هذا غير صحيح لماذا؟ لأننا فجعنا صبيحة هذا اليوم بإمامنا العسكري صلواته الله عليه فلا بد من حفظ ذكراه على الأقل يوماً وليلة إلى اليوم التالي ندخل في يوم جديد حتى تعرف أنه هذا أمر يسوغ أو لا يسوغ أنت عليك أن تتمثل أو تستشعر أن المصيبة قد وقعت الآن لا تتعامل معها كذكرة بالله عليكم لو أننا نحن الآن في سامراء المقدسة واليوم صباحاً استشهد الإمام العسكري بالليل نقوم نفرح باعتبار باتشر هلاك عمر ما حد يسويها من أشياء انظل بعزاء ما الشكل أصلاً يمكن نلغي أصلاً العيد نفسه في تلك السنة فإذن الأمر عليه أن يستمر إلى اليوم التالي أنا ضد أنه نبدأ بمجالس الفرح في مثل هذه الليلة يعني ليلة التاسع لا مجالس الفرح تبدأ من يوم التاسع قبول وتستمر أيام عندنا عيات كثيرة جاية ميلاد النبي صلى الله عليه وآله ميلاد الصادق عليه السلام عيات كثيرة جاية فليصير هناك تعجل احترام ذكرى المعصوم عليه السلام واجب ذكرى شهادتي وحق الإمام هذا عليه السلام أن لا يقتصر عزاؤه على يعني يعني ينقطع عند المغرب مصحيح هذا لا لازم يستمر إلى اليوم التالي هذا ما يساعد عليه العرف وما يسوه في عرف المتشرع والمؤمنين الشيء الآخر أو ما يمكن أن يطلق عليه بدعة أخرى أنه كثير من الناس يحتفلون غدا تحت عنوان تتويج تتويج الإمام الحجة عليه السلام هذولا مو ملوك وحكام حتى نحتفل بعيد الجلوس عيد التتويج أو عيد العرش ما عندنا إحنا هكذا شيء الإنسان المؤمن المتشرع هو الذي يقول القول مني في جميع الأشياء شنو قول آل محمد عليه السلام هذا الإنسان المتشرع هكذا يقول ما سمته الروايات هو الذي يلتزم به هذا الإنسان المتشرع المؤمن الروايات ما ذكرت ما عندنا حتى رواية واحدة تقول أن السر في الأمر بالاحتفال والتوسعة على العيال والاغتسال وسائر الأمور والبهجة والفرح والسرور في يوم التاسع من ربيع الأول هو أنه تتويج الإمام الحجة وأول يوم من إمامة الإمام الحجة ما عندنا رواية واحدة تقول ذلك هذه بدعة الروايات سمت هذا اليوم بيوم الغدير الثاني يوم هلاك الظالم يوم ما أدري نزع السواد يوم كذا أوصاف كثيرة كلها تقول أن هذا اليوم لما تطالع الرواية المطولة هذه وهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الواقع هي عن الإمام الحسن عن الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم جميعا كانوا يحتفلون بهذا اليوم بهذا الأمر أنه هو اليوم الذي يستجيب الله عز وجل فيه دعاء الزهراء عليه الصلاة والسلام على الطاغ يا عمر فيهلك فرعون أهل البيت يعني الرواية هكذا تقول الفرعون مثل فرعون موسى هذا فرعون أهل البيت كان زين هذا هو هذا هو السبب ما يصير واحد يحرف المعنى يقول لا هذا تتويج الحجة هذا أول يوم من إمامة الحجة بعدين هم غلط أصلا منه قال أنه هذا اليوم أول يوم من إمامة الحجة أول يوم من إمامة الحجة هاليوم كان يوم الثامن مباشر شنو هو صار أكو تبديل يعني أكو صار شي سموه هذا ها غاب صار منطقة معزولة يعني يوم واحد صار ماكو حجة لله على خلقه كما تبين لكم من الروايات الإمام العسكري عليه السلام استشهد بعد صلاة الصبح مباشرة يوم الثامن فورا تنتقل الإمامة إلى من؟ إلى الإمام اللاحق وهو الإمام الهادي عليه السلام فإذن أول يوم من إمامة الإمام المهدي عليه السلام هو يوم الثامن من ربيع الأول مو يوم التاسع فشلون تحتفل ملبس على الناس وملبس على نفسك وضاحك على الناس وضاحك مستضحك على نفسك تقول يوم التاسع هو يوم أول يوم إمامة الإمام الحجة تتويج الإمام الحجة شنو هذا الكلام؟ شنو هذا الكلام يعني حتى غلط أصلا حتى غلط علميا خطأ وما عهد في تاريخ التشيع كله أن أحدا من الشيعة احتفل ببدء إمامة أي أحد من الأئمة ليش؟ لأنه هذا فيه إشعار بالفرح لاستشهاد الإمام السابق وهذا لا يفعله إنسان وليخاف الله شنو إحنا نفرح أنه بدأت إمامة الإمام الحجة كأنه إحنا فرحانين إن الإمام العسكر يمات شنو هذا الكلام؟ معنى ذلك لازم نفرح إحنا يوم عاشوراء لأنه بدء إمامة الإمام السجاد كان يوم عاشوراء أو نفرح يوم 11 محرم بدء إمامة الإمام السجاد هذا شيء أحد يقول له هذا بالله عليه أو نفرح أنه بدء إمامة الإمام أمير المؤمنين يوم 28 صفر رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد ذاك اليوم خم من سوي هاي الأشياء هذا في الواقع فيه هتك للإمام السابق ما عهد هذا في تاريخنا شنو قصة هاي البدع اللي تطلع شنو سببها سببها هي التقية المغلوطة جماعة يريدون أن يحتفلوا الآن في الكويت في القطيف في قطر في بحرين بحرين ما يهمهم يقولونها الطق بطق يقولون هلاك عمر ويحتفلون يجون آل خليفة يزجون بالسجن يقولون يلا مو مشكلة نروح عطلة سعيدة تكون ميهمهم البحارنة البقية لا يخافون عادة يخافون فشي سوون يسوي احتفال عظيم عريض يخلي اللافتة تتويج الإمام الحجة نهنيكم بشنو بدء إمامة الإمام الحجة تويج إمام الحجة يعني يريد أنه شنو يتخذه مبررا أمام السلطات وأمام بعض الناس كنوع من أنواع يعني المدارات أو شي سمو تمويه إي أحسنتم تمويه على أنه إيه هذه المناسبة نحن نحتفل بها لهذا السبب هذا قد يسوغ لولا أنه أصبح متأصلا في أذهان أبنائنا يعني أنت قد تستطيع في بعض الدول في بعض الأمكن أنه تتخذ ذلك تمويهان أو يعني شيء من هذا القبيل ولكن على أن تنبه منهم في الداخل أبنائك أحفادك من يحتفلون أنه لا يا أخي ترى العيد سببه هو هذا مو هذا المعلن مو هذا المعلن عرفتوا شلون فالمشكلة ما دايصير هذا الشيء اللي دايصير أنه خلاف ذلك تماما بالعكس حتى في لندن حتى في كندا حتى في استراليا بالفعل يعني إلى أن شبه عليه الصغير وهرم عليه الكبير أنه إيه بالفعل الناس تحتفل يوم ميلاد اليوم شنو تتويج الإمام الحجة بدء إمامة الإمام الحجة فصار جزء من مناسباتنا يعني خلص صار جزء يعني نعتقد به والناس هماشية عليه على جهلهم إلى أن بعض المعممين هم يقول لي هذا الكلام ويعني نبهت قلت له زعل أصلا قلت لأنهم دائما يسوون هنا في لندن تتويج الإمام الحجة قلت لي يا أخي هذا ما يصير وبيّنت له الدلائل فزعل زعل وحجة وراح كلمهم واحد قال له أنه واشلون الشيخ يقول لي هالشيك الكلام يعني احنا دعنا نسوي منكر احنا أخي يا أخي أنت أعرف أنه أنت هاهنا تخرج مناسبة الاحتفال عن شرعيتها في الواقع تريد تحتفل بهذا العنوان أهلا وسهلا ما تريد تحتفل بهذا العنوان لا تطلع لك عنوان آخر فيه هد كل المعصوم وأصلا غلط لا هو أول يوم إمامة الحجة ولا هم يحزنوا فما يصير ولا تتويج ولا شيء فما يصير هذا الكلام يعني احنا دن خربط تراثنا وتقاليدنا ونتلاعب بما أوصانا بها إمتنا عليهم السلام فهذه أيضا البدعة الثانية لا ينبغي أن تستمر لابد الكل يحتفل بهذا العنوان العنوان الذي سمته الروايات الشريفة عيد الغدير الثاني هذا جد عنوان مقدس وجميل لأن العيد الغدير الأول عيد الولاية عيد الغدير الثاني شنو؟ عيد البراءة هذا هو تريد أن تحتفل أهلا وسهلا شعبيا الناس تسمي عيد فرحة الزهراء عليه السلام مو مشكلة الزهراء على الإسلام تفرح في هذا اليوم لما يسألوك هم ليش تفرح في هذا اليوم قول قول هذا بسبب هلاك قاتل الزهراء عليه الصلاة والسلام يحق لنا أن نفرح زين؟ الأمة الإسلامية تفرح في هذا اليوم أما تقول تتويج الحج الزهراء عليه السلام فرحت هذا ما يجوز لك هذا هذا لا يجوز ولا يسوه هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والله مصر على محمد وصالب محمد وعجل ورجعهم ورحة وعجعهم